موسيقى الأربعاء التاسع عشر من أيلول سبتمبر الفين وثمانية عشر معكم أمير الخطيب في مشوار صباحي جديد ومتجدد من صباح نغير مع جملة من المحطات والملفات المختلفة والمتنوعة وفضائية مساواة في البداية دعونا نمر مرور سريع على أبرز محطاتنا في البداية فقرة ما بعد الأخبار مع الزميل الصحافي وائل عواد وتصليط الضوء على أبرز المتجدات وبعد هيك رح ننتقل للفقرة الحوارية الأولى عن التبرع بالدم محاذير فوائد وتوصيات طبية وعن هذا الموضوع رح يحدثنا دكتور يوسف عيد من المستشفى النمساوي أما حول آخر أخبار التكنولوجيا فرح يكون معنا المدون ومدير الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي وحول ثقافة الترفيه في مجتمعنا العربي في الداخل رح يكون معنا كينان عساقلي الصحافي والمحاضر بمجال الميديا والإنترنت ومن هذا العالم إلى الفن وعن المهرجان الدولي لفن النحط على الخشب في بلدة المغار ورح يكون معنا أمل سرحان أو أمل سرحان رح يكون معنا الفنان ونحات على الخشب والحجر ونبيل عساقلي فنان نحت على الخشب والحجر أيضا أما عن مؤتمر السلام الدولي بالتعاون بين مؤسسات إيطالية وبلدية الطيبة رح يكون معنا عبر الهاتف البروفيسور فؤاد عودي مؤسس الحركة الدولية المشتركة بين الثقافات وفي فقرة أخرى رح نتحدث عن مؤتمر الموهبة والإبداع اللي رح يقام في مدينة شفا عمر بالجليل مع أمال خازم أبو العلا مدربة تنمية بشرية ومستشارة أسرية ومجدي وتد مدير مركز المتخصص بتنمية القدرات والقيادة التربوية وفي النهاية إلى إنجازات المؤسسات التربوية ومدرسة خديجة الثانوية اللي حازت على جائزة أولمبيادة البيولوجيا القطرية كمدرسة متميزة بالأبحاث العلمية ورح يكونوا معنا الدكتور ياسين كناعني من مركز العلوم في المدرسة وأنوار عويدات وحنين علي محاجني طالبات في المدرسة إذن دعونا نذب مواشرة إلى زميل وائل عواد يسعد صباحك وائل أهلا بك عزيزي أمير صباح الخير إلى كل المشاهدين أولا اسمح لي أنه أعيد على الجيران أبناء العام اليهوب دي مناسبة الأعياد اللي بيحتفلوا فيها خلال هذا الأسبوع وأيضا فيه أعياد الأسبوع المقبل وإن شاء الله بفهموا الرسالة الجيدة من هذه الأعياد رسالة المحبة والسلام كل الديانات السماوية أتت لكي تقول حب جارك حب شريكك على هذه الأرض كل الديانات جاءت أيضا لكي ترفض الاحتلال ولكي تقول بأنه عمل غير أخلاقي ولمن يومين بأنه عمل محرم أيضا في كل عام وأنتم بخير واستخلصوا العبرة من عيدكم السؤال ما الذي حدث أمير في الأعياد كيف عايدوا الإسرائيلية على الفلسطينية بالبيان التالي أعلنت وزارة أمن الإسرائيلية بإغلاق قطاع غزة وإغلاق مناطق أخرى وإغلاق الضفة خلال الأعياد وأيضا قصف على قطاع غزة استشهاد شابين أول أمس فإغلاقات تكثيف القيود تعزيز الاحتلال وشهداء فلسطينيين هكذا عيد الاحتلال على جيرانه من الفلسطينيين حتى بالعيد لم يرسلوا رسالة جميلة إلى هناك لأن الاحتلال قبيح بالعيد قبل العيد بعد العيد وعلى الوقف من هذا الموضوع أنتقل إلى أم الفحم التي دفنت شابا جديدا محمد حماد محمي 33 عام تاركا خلف زوجة وثلاثة أطفال أبرياء في سنوات عمرهم الأولى خلال الشجار وقع في الحي تم طعن محمد محميد رحمة الله عليه بالمناسبة قبل بيوم كان فيه أيضا قتيل نتاج طعن في عارة مبارح مثلا كان فيه كمان شجار عنيف في كابول العنف في المجتمع العربي مستمر بالمناسبة بالنسبة لأم الفحم بقول أنه خمس حالات قتل كانت فقط خلال العام الأخير في أم الفحم وحتى الآن بعد ما خلصش السنة حتى الآن لم تنجح الشرطة بالقبض على أي من المجرمين أضف إلى ذلك في العام الماضي مثلا 2017 وهذه أرقام الآن مش نحن بقولها مراكبة دولي بقولها بأن 186 جريمة وقعت في العام الماضي في أم الفحم بين إطلاق نار سرقات وغير ذلك على بيوت فقط قدمت لائحة اتهام واحدة في أم الفحم يعني نسبة نجاح شرطة أم الفحم بالقبض على الجناه هي أقل من 1% هي بشكل دقيق تقريبا امتصل 0.6% ليس 16% 0.6% بالعشر يعني أقل من 10% تقريبا نصف بالمية علامة الشرطة في أم الفحم في القبض على المجرمين في حدا بيحاسب الجواب لا في حدا بيسأل الشرطة ليه بتساوه هيك الجواب لا هل تمت إقالة شخص مثلا ضابط شرطة في أم الفحم محققين وغير ذلك الجواب هو كلا ومش بس هيك بحاول يكون عونة بإضافة محطات شرطة في كفر كأنه في جلس الزرق وفي أماكن أخرى سيخفف من الجريمة إذا بتروح على أم الفحم وتشوف مركز الشرطة بتشوف مركز شرطة كبير محترم بالشكل بالمبنى وصيارات وملكات وموظفين ورجال شرطة ولكن نسبة النجاح أقل من 1% تقريبا نصف بالمية فقط في هذه الصورة اخترت لكم إياها لدورية شرطة علقت بحفرة خلال مطاردة بوليسية في الطيبي في الطيبي كان فيه مطاردة بوليسية والشرطة التي تفشل في أم الفحم يبدو أنها أيضا تفشل في رهد بتافي المثل بقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها في حالتنا هون من حفر حفرة للشرطة وقعت الشرطة فيها نبقى في رهد هناك أمر ملفت بأنه افتتاح منتجة جديد لأول مرة اللي فيه ملاعب بورك سباحة غرفة للاقة بدنية كبيرة سموا منتجة الغدير المنتجة كلف الدولة 38 مليون شكل رئيس البلدية هناك بصعوبة بالغة جمع هذه الأموال من وزارة الإسكان من وزارة الرياضة من وزارة الرفاعة من عدة مجموعات وبالآخر ظل نقصه 8 مليون شكل اليمين الإسرائيلي حاول عدة مرات يمنع تحويل 8 مليون شكل أخرميات لهناك حتى تدخل الدكتور أحمد طيبي كونه عضو في لجنة المالية واستطاع جمع اللجنة وتحويل آخر 8 مليون شكل وإقامة المنتجة على المفروض يفتتح خلال أيام حسب التقاليد البدوية قالوا داخل بركة السباحة في ساعات للرجال وساعات للنساء تطلع مجموعة اسمها عتسماء يهوديت اللي هي مجموعة يمينية مضطرفة بتتوجه للمستشار القضائي للحكومي وبتطلب عدم الفصل بين الرجال والنساء داخل بركة السباحة السؤال شو خصن عتسماء يهوديت في هذا الموضوع هذا موضوع يفكر فيه أهل راهت بيقرروا رجال والنساء ما بعض رجال لحال نساء لحال يقسم حسب أيام حسب ساعات هذا الموضوع داخلي فما تستكون الموضوع يعني بتعلق في قضية فكرية أو ما إلى ذلك وهنا الموضوع أمير هو فقط لمحاولة تأكير صفو الأهالي هناك ومحاولة تخريب فرحتهم بإقامة هذا المجمع الكبير اللي كلف 38 مليون شكل لما كانوا يساووا المجمع اليمين الإسرائيلي حاول منع إقامة المجمع ولما أقيموا المجمع صاروا بديوا يقولوا لهن كيف يديروا هاي في أقل المصطلح تستمع وقاحة صح ومن هذا الموضوع إلى أخيرا قضية أول قرار محكمة عفوا يستند إلى قانون القومية قانون القومية كلنا بأنه قانون مركزي قانون أساس بالتالي هناك الكثير من القوانين ستفسر حسب قانون القومية قرار بشأن تعويضات في دعوة قدمها إسرائيليون أصيبوا في عملية نفذت عام 98 وقرر القاضي موشي دروري أن اليهودي الذي أصيب في عملية من حقه أن يحصل على تعويض مالي انتباه حتى بدون إثبات وقوع ضرر حتى بدون إثبات وقوع ضرر وألزم حركة حماس بدفع خمسة نقطة أربعة مليون شكل يعني باختصال القانون بقول إذا من أصيب في العمليات نتاج الحرب أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إذا من أصيب هو يهودي فسيحصل على تعويض حسب قانون القومية إذا من أصيب هو عربي على الأقل مش أكيد يحصل على هذا التعويض إلى هنا أمير بتمنى لك يوم سعيد المشاهدين وبعيد مرة أخرى على المجتمع الإسرائيلي بناسبة العياد وبكل فكر مرة أخرى بفكرة ورسالة العياد ورغم كل ما يحدث نقول لكم كل عام أنتم بخير شكرا جزيلا لزميلة صحافي والعواد على ما بعد الأخبار عن جديد صباح الخير أما الآن مشاهدين ومتابعي هذا المشوار الصباحي فكما أسلفنا في عناوين هذا العدد الفقرة الحوارية الأولى تتمحور حول التبرع بالدم هذا موضوع ربما فيه كثير جوانب وكثير نواحي من المهم والمفيد أن نطرحها السلبيات منه الإيجابيات الفوائد المحاذير والتوصيات أيضا الطبية من الطواقم المتخصصة لا نحكي أكثر في هذا الموضوع للعمق أكثر أيضا برحب السيد يوسف عيد مدير مختبر في مستشفى العائلة المقدسة بمدينة الناصر يسعد الصباح الله يسبح قبل خير إذن في البداية وقبل ما نفوت بتفاصيل أكثر وجوانب طبية أكثر إليها علاقة بالمتبرع والمتبرع عائلو أيضا خلينا نعمل رصد بسيط لوضع التبرع بالدم ووضع المختبرات هل إحنا بالفعل بحاجة ماسي لرفع نسبة المتبرعين في البلاد؟ في حاجة من شأنه عمليا عدد الوجبات المطلوبة من المستشفيات عدد المتبرعين لا يوازو عدد الحاجة يعني فيه فرق معين بين اللي بتبرعوا لبين عدد الوجبات اللي المختبرات أو المستشفيات بحتاجوها في الحالات الطبية المختلفة اليوم الوضع القائم اليوم في دولي ككل فيه عنا حوالي 250-257 ألف وجبة بتبرعوا كل سنة الحاجة هي أنه يكون فيه 365 ألف يعني نجمة دهود الحمراء اللي هي الأساس تبع توزيع كل الدم في البلاد هو نجمة دهود الحمراء اللي حسب قانون أخرى في 1951 اسمه قانون نجمة دهود الحمراء الحاجة هي اللي بحبوا يوصلوها هو لألف وجبة كل يوم نجمة دهود الحمراء بتطلع كل يوم حوالي 22 أو بحدود 20 سيارة لا التبرع في أنحاء البلاد بأماكن مختلفة عدد المتبرعين نسبة عدد المتبرعين من الرجال هي 80% نسبة عدد المتبرعين من النساء هني 20% طبعا فيه أسباب أسباب من شأنه فيه متطلبات مين بقدر يتبرع مين بقدرش يتبرع أكيد أنت نشاركة المثير الاهتمام هو انخفاض نسبة المتبرعين بالدم بشكل عام أستاذي هل هي فقط في المجتمع العربي؟ هل هي في المجتمعين الإسرائيلي والعربي أيضا؟ نسبة التبرع في البلاد هي من النسب المتوسطة في العالم يعني حتى في العالم في النسب تقل عن نسبة في بلاد اللي هي بلاد من عدها بلاد عريقة وبلاد متحضرة النسبة تتراوح بين 3 و 4 بالمية يعني إذا منوخد على مثيل أوروبا أو في أمريكا النسبة مش عالة كتير بإسرائيل بتوصل 4.6 بالمية عدد المتبرعين نسبة عدد المتبرعين في البلاد المفروض تعلق أكثر ولكن هاي المعطيات الموجودة بحاولوا أنه يرفعوها عشان هيك بيعملوا توعية للناس بوزعوا مناشير بيعملوا حملات معينة في المدن في القرى في الشوارع في المراكز في أيامات معينة في السنة اللي بيكون فيها تجمهر للناس للجماهير بحاولوا أنه كان يشجعوا الناس المتطوعين المشكلة هي بالأساس أنه لا بديل للدم والتبرع هو عطاء يعني بيجي عطاء ومهم أنه يكون العمليا عطاء من شأنه إذا بتجبر الشخص أو بتنطيه يعني مقابل لتبرع أنه يتبرع دم تنطيه مصاري عمليا عملية شراء بيجي ممكن اللي بدين شراء منه الدم ما ينطيش كل التفاصيل من شأن يأكد أنه يحصل على المادة من شأن هيك سياسي العامة تبعت بنك الدم اللي هي نجمة دهوند الحمرة أنه الشخص اللي بدينت الدم ييجي متبرع لا توجد له قيمة مادية يعني فيش حق وقت جبت الدم 200 300 400 شكل لا هو تبرع اللي بيجي من شأن تضمن سلامة هذا يكون يعني تبرع بشكل حر جميل جداً سيد يوسف يعني من خبرتك وتجربتك أيضاً في هذا المجال والباع الطويلك في هذا المجال هل بتحس أنه مجتمعنا العربي ربما بعيد قريب عن ثقافة التبرع بالدم فيه مشكلة يعني أنا بدي أحكي عن التجربة الشخصية تبعتي دائماً لما فيه أيامات اللي بيكون فيه تنسيق بيننا وبين طبعاً جهاز نجمة دهوضة الحمرة أنه نعمل أيامات تبرع في المستشفى عندنا داخل المستشفى فيه إقبال معين بس الإقبال لا يكفي يعني أنطيك للمثال الحاجي تبعت المستشفى تبعنا لهو نسبياً يعد مستشفى صغير مش مستشفى غير متوسط وغير كبير من عدد الأسرة نحتاج بالسنة لحوالي بحدود الألف وجبة عدد الناس المتبرعين في أيامات الحملات اللي منكون فيها بتوصل لسبعين ستين وجبة يعني العدد فجوي كبير بين العددين الموجودين نحاول أنه عملية التبرع ما فيهاش ضرر لحد إسا ولا واحد تضرر نحن نحكي عن الأضرار وأيضاً الفوائد لجسم الإنسان بس خلينا نبلش سيدي أكثر في المسار هذا لكل متبرع أول شيء ذكرت أنه نجمة داود الحمراء هي المؤسسة الأولى والرائد ربما في تنظيم كل موضوع والوحيدة يعني ما فيه أي جسم تاني في مجتمعنا العربي أو في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام قد يستطاع أنه تم التوجه إليه والتبرع بالدم نظبوط صحيح إلا بالمستشفيات في بعض المستشفيات بتتم عملية التبرع عندهم بالمستشفى بس هاي بحالات المستشفيات الكبيرة لأنه مثلا على سبيل المثال في مستشفى هداسة عين كارم في مدينة القدس هناك أيام معينة اللي بنفع تروحي انت كشخص وتتبرع في الدم من تجربتي أو معرفتي الخاصة فما في هاي النظام كمان في مستشفيات الكبيرة نفس النظام بيسري هنا لما بأخذه التبرع منه طبعا هذا مشان كل وجب الدم المفروض لما تتاخذ من الشخص المتبرع أنه يكون بفحصوها بفحصوها لعدة أشياء منها الأشياء الأمراض اللي بتكون معدية مثل أمراض الكبد اللي هين منسميه النوع بي النوع سي عملية الأيدز كمان تنفحص كمان أمراض تاني فيروس تاني اللي هو اتش تي ال في كمان بنفحص لسهدا صعب تكون وكل هاي الفحصات في مؤسسات صغيرة يعني طبعا برافقها كمان نفحصات تاني وعملية فرز مركبات الدم المختلفة يعني الدم انت بتاخده ككتلة المتبرع بنطيع بحدود نصف لتر 450 سيسيه وبتنفرز بحسب العناصر المكونة لسائل الدم بالعناصر المكونة للمركبات يعني فيه تركيبات اللي هو يفرز إلى البلازما إلى الصفائح الدموية إلى الكريات الحمر إلى الكريات البيض كل هذا يعني متل ما بقوله بحتاج لأجهزة ولا ناس خبرين في هذا المجال يعني جميل جدا كان هذا تمهيد ربما ومدخل جيد لا ندخل في العملية نفسها في المسار نفسه لأي متبرع اليوم بده يتبرع في وجبة دم أو أكثر يمكن في أي مستشفى أو حتى في نجمة داود الحمراء تحدثنا عن أنه بتم فحص ربما دم المريض إذا فيه أي أمراض أو فيروسات معضية هل بتم فحوص تاني تقنيا وروجستيا هل بتم يعني تعبئة ربما نموذج معين وضع الاسم الهوية كل التفاصيل الشخصية للمتبرع العملية بتمهك أنه في البداية فيه أشياء بحددها الجيل المتبرع ممكن أنه يكون جيله من 18 ل65 إذا تحت 18 يعني 17 بلزم أنه يجيب نموذج أنه الأهل موافقين بس من دون أي نموذج وبدون أي تدخل أي شخص هو من 18 ل65 بعد ال60 لازم يجيب وراء من طبيب العيلة تبعه أنه هو بحالة صحية لا يوجد عنده أمراض معينة اللي بتمنعه من أنه يتبرع دم هاي مثل ما بقوله الأساس بعدين يتم فحص نسبة الهوموغلوبين عنده هل عنده الهوموغلوبين كفاية أنت ما بدك تأخذ من واحد اللي هو بحد ذاته عنده ضعف دم صحيح لازم يكون عند الرجال فوق 13 جرام لل وعند النساء وعند النساء 12 هاي أول إشي النساء لازم أن لا تكون حامل أو لا يوجد عندها ضعف دم وهاي كمان مشان هيك نسبة النساء متديني أكثر متديني أكثر مشانه نسبة الهوموغلوبين عندهن بشكل عام أوطى مادة الهوموغلوبين هي مادة الناقلات يعني مش رح أفوت على بيولوجيا الهوموغلوبين هو اللي بنطينا تركيبة اللي موجودة في الخلايا الحمر وهذا التركيبة المعينة اللي هوموغلوبين تنفحص ارتفاعها أو نزولها بدل على وضع الأنيمية أو الضعف بالدم من شان هيك هذا الإشي بنفحص بنفحص الضغط طبع البناء آدم أنه يكون ضغطه منيح بعدين بفوتوا بأسئلة اللي هي مهمة هو أنا الواحد يكون صريح فيها ما يضحق على النموذج يعني ما يسجل إشياء من شان هيك بقولوا هو تبرع وتبرع حر إذا أنت ملائم من شان ما تضرش غيرك أنت هذا طبعا أنت قديش ما فحصت لا يمكن أن تفحص كل شي بالدنيا أستاذ يوسف يعني في بكل موضوع ربما الحاق ضرر بشخص آخر أنا شوي صراحة بفكر بالشقة الثانية الناس اللي تتبرع بالدم وبتعمل حساب أنه ممكن يجي يوم أنا أو أي أفراد من عيلتي يحتاجوا وجبة الدم هاي هل ممكن يتم تأمين وجبات الدم اللي بتم التبرع فيها؟ عمليا كله متبرع بنطي وجبة الدم هو عنده تأمين بنطيه تأمين بشكل أوتوماتيكي؟ بشكل أوتوماتيكي هو بأخذ تأمين لفترة سنة نعم بنطيه طبعا ما بغطي كل أفراد العيلي إذا كان متزوج بغطي أفراد عيلته مراته وولاده حماء حماته أبوه أمه أقرباء درجة أولى أقرباء درجة أولى إذا غير متزوج طبعا بيكون العائلة الأب الأم هو بيكون بنطيهن تأمين بحاجة أنه يحتاجوا للدم نعم جميل جدا هات نحكي أكتر أستاذ يوسف عن ربما الفوائد والمخاطر أيضا في كل هذه العملية إذا كان الشخص بصحة جيدة لا يوجد عنده أمراض ولا معينة اللي النموذج بيسألوا عنها وهو لازم يكون طبعا بصراحة يجاوب إذا عنده بيش حدا بيجبره أنه يتبرع يعني بيقوله ما تتبرعش بالنهاية عملية تبرع وعطاء جمهة عملية التبرع نفسها لا يوجد فيها أي ضرر بعض المقالات تقول أنه فيها فوائد معينة اللي هي بتمنع عملية بالذات في أمراض القلب تصلب الشرائيين بتقلل من إمكانية تصلب الشرائيين ولكن المؤكد المؤكد أنهم لا يوجد منها ضرر جسم الإنسان بيحتوي من 6 إلى 7 لتر البناء آدم بتبرع بكمية 450 سيسي أو ما يقارب النص لتر من شأنه الكيس اللي بتبرع فيه كمان بيكون فيه مواد اللي هي مواد حافظة ومواد تمنع تخصر الدم لشأن هيك البناء آدم بتبرع تقريبا بنص لتر وهذا الكمية لا تضر بالبناء آدم البناء آدم خلال 3 إلى 5 أيام برجع نسبة السائل خلال شهر بيكونوا كمان كمية الكريات الحمر رجعوا لإله ولهذا السبب القانون بنطيه وكل 3 شهر البناء آدم بيقدر يتبرع بوجب الدم جميل جدا فيه يعني طور التحضير ربما لهذا الملف أنا قررت كثير من المقالات اللي تنصح ربما الرجال حتى أكثر من النساء بالتبرع بالدم وهذا يعود لأن النساء وبسبب الدور الشهرية في تجدد ربما للدورة الدموية ولكن الرجال أقل بما أنه ما في دورة شهرية هذا صحيح من شأنه كمان نسبة الهوموغلوبين نرجع لإله أو حجم الكريات إذا كمان نقدر نفحص أو حجم الكريات والحمر من الدم الكلي أو الهوموغلوبين التنين مؤشرات لعدد الكريات والضعف بالدم لما بكون الدم عالي كمان إشي مش مفيد للبناء آدم يعني أنت بتفوت نقول نشرحها بشكل بسيط عنا قوضة صغيرة وبينا نمرك فيها 100 شخص نعم بكونوا محشورين كل ما خففنا بفوتوا براحتهم أكثر أكيد وهنا نفس الشي الدم إذا نسبة الدم عالة كتير ممرات بالشريين بتكون موجودة بضغط عدد كبير في مكان صغير مفضل أنه دايماً البناء آدم يكون في نسبة شوي أوطاء من المثلاً في بعض الناس اللي عنده 16 إلى 17 بالذات عند الرجال 15 أنه كيف المستشفى بحافظ على هاي الوجبات كيف بستعملهم وما إلى ذلك من الأسئلة كمدير مختبر في مستشفى العائلة المقدسة وأيضاً من تجربتك كيف كطاقم في المختبر بتم الحفاظ على الوجبات اللي بتم تبرع فيها؟ يعني بحفظوا بس لخمسة أيام يعني بعيشوا لخمسة أيام بعد الخمسة أيام لا يمكن استعمالها وهذه البردات هي بردات خاصة تحت رقابة دائمة خلال 24 ساعة من شان أي تغير في درجات الحرارة منضطر أن ننقلها لمحلات تانية ربما لا تشجيع مشاهدين في نهاية هاي الفقرة كلمة أخيرة على التوجه والتبرع بقدام في مستشفى يعني إحنا اللي بنطلبوا دائماً من الناس لما في حملات تبرع مش فقط لما في أشخاص إحنا بنشوف كثير لما في أشخاص في حالة صحية معينة بنلاقي عدد كبير من الناس بتوجهوا المهم أكثر أنه على مدار السنة يظل في ناس تيجي تتبرع إن كان في الحملات المحلية في المستشفيات الموجودة في الناصري أو التوجه لأي مركز لنجمة ضهود الحمراء في عنا هون محلات قريبة في العفولي اللي هي موجودة أيامات الثلاثة والجمعة بشكل عام ويمكن الاستفسار قبل ما التوجه يتأكيد إنه فيه أو ما فيش وفي حملات مترات بتكون بمراكز تجارية أو بالشارع اللي كمان إذا واحد صحته منيحة مش عاطل يعطي الله أعطانا مش هل نعطي جميل وعظيم جدا السيد يوسف عيد مدير مختبر في مسشفى العائلة المقدسة بمدينة الناصري شكرا جزيلا على مشاركتنا الفقرة الصباحية هلين شكرا إلا ومن عالم الصحة ومشاهدين الكرام ننتقل إلى عالم المطبخ هيك صباحنا غير متنوع ومتجانس دائما وبالتحديد إلى صلاطة الزعتر هيك طبقنا جاهز وصحوا هنا ومتهنوا مرحبا معاكو الشيف دخل صفضي من مطعم ديانة بالدخل الناصري طبقنا اليوم هو جدا لذيذ طبق موسمي في هاي الأيام اللي هو عبارة عن الزعتر الأخضر كلياتنا منعرف سعال السحة والفوائد الموجودة في الزعتر الأخضر الطبق اليوم هو طبق بناسب كل أكلة وكل طبخة مع المشاوة مع الأسماك مع أي نوع حتى مع مناسب الرز واللبن كله هذا الطبق كتير كتير زاكي جدا ومرافق لكل طبخة حتى يخفف الدسم من الأطباقنا العربية المشهورة مثل المنسفة الفريكية مثل الشغلات هاي هذا الطبق جدا جدا مناسب حد الأكل بالمشاوي بالأسماك زي ما أكلت بكل بالطبيق مع كل إشي هاي السلطة بتمشي المتكونات عندنا زي ما أنتم شايفين أوراق زعتر أخضر النكبة من غير العلوق بس الورق لحاله رح أستخدم معها فلفل أحمر اللي هو الجنبة رح أستخدم معها كمان حسب الرغبة طبعا حر ورح أستعمل معها توم متكوك وصنبر طبعا لمون وزلزة توم وملاحة هاي هدول اللازم الشعري لصحن السلطة بأخذ حفنة منيحة من أوراق الزعتر طلفل الأحمر عقاد طولاء مكعبات صغيرة جداً هاي الطريقة طبعاً الفلفل الأخضر مش إلزامة حسب الرغبة أنا بحب الحر فيكو تزيحوا الجزء الأبيض هذا والبزر هو اللي عادةً بيكون كتير حر إذا بتحبوش الحر كتير إذا بتحبو الحر خلوا البزر وخلوا الجذوع البيض طبعاً تزري الفلفل الحراكة القضرة طبعاً بعد ما تنتبهوا تغسلوا منيح بعد ما تستعملوا الفلفل الأخضر حراك أحسن ما بالغلط واحد يفرق عيونه وماسق فلفل أخضر حراك طبعاً زي ما كنت راحاً استخدموا النوبر الحمص الثوم كمان حسب الرغبة أنا بحب كتير الثوم والحر ملح طبعاً زيت زتون أسخوا أكرموا عصير للمون شي حبتين للمون تكريباً هاي الصلطة أبدأ تحريك بالإيد بالإيدين التنتين حتى مع فرق على أساس تتجانس الطعامات طلياتها مع بعضها البعض وهي تنع صار تقريباً طبق جاهز لنسكبو ونقضمو وهي عنا طبقنا جاهز وصحوا هنا إن شاء الله بتتهنوا شهية صلطة الزعتر ومفيدة أكيد بحسب هذه الوصفة بس مش كتير تسخوا بزيت الزتون مش أكتر إشي مفيدة نحط كميات منه على الأكل إلى عالم آخر ربما راح نروح في هذا المشوار الصباحي وبالتحديد إلى طرح موضوع ثقافة الترفيه في مجتمعنا العربي إلى جانب أيضاً آخر أخبار التكنولوجيا مع أن التكنولوجيا كمان ممكن تنعد من إحدى أنماط الترفيه ربما في العالم ولهيك برحب في ضيوفي الكرام في الستوديو إيهاب سهيل بطو المدون ومدير الحملات في مواقع تواصل اجتماعي صباح خير في حالك كل شيء تمام كله تمام ثقافة الترفيه في المجتمع العربي قبل ما نفوت في الحيثيات ربما في عنوين ومحاور مختلفة بهذا الموضوع شو منقصد لما منحكي عن الترفيه سؤال منيح بالنسبة لإذا إحنا منسمع العنوان ثقافة الترفيه يمكن شوي العنوان صعب أو مش مفهوم بالضبط منيح فأنا بدي أشرح الكلمتين بالنسبة للترفيه الترفيه هو أي شيء ممكن أنه البني آدم يسلح حاله فيه يعني ممكن أنك أنت تطلع تلعب بالشارع ممكن تمسك الآيباد كيف ما حكى إيهاب أنه هذا كمان موضوع من الترفيه ممكن أنك أنت تطلع مع أصدقائك على شيء محل على جنين أنك أنت تقعد أو تحظر فيلم أو مسرحية أو تسمع موسيقى هذا إشي اللي هو ترفيه أما إذا أنا بدي أخذ الثقافي الثقافي هو نمط أو أسلوب حياة اللي بتتبعه شعب معين أو مجموعة معينة أو بلد معينة وهذا الإشي مع الوقت بيصير ثقافي الثقافي هي مركبة يعني مركبة مثلا من الملابس مركبة من الطعام مركبة من إعادات وتقاليد كل هاي بتبني ثقافة مجتمع أو ثقافة شعب اللي هو بيصير يميزه فإحنا منقدر نأخذ شعوب بالعالم يعني الثقافي الأوروبية هي غير الثقافي مثلا الأردنية أو السورية فيه ثقافات اللي هي بتختلف بالنسبة للترفيه الترفيه فيه إلو أسلوب كمان وفيه إلو ثقافي فإحنا إذا بدنا نأخذ الكلمتين لازم الكلمتين يروحوا يعني متوازيات لازم يتخدم يعني بفاش أنا أخذ الترفيه من دون ثقافي يعني عندنا اليوم المجتمع العربي ليش إحنا حبيين نحكي عن هذا الموضوع الترفيه عندنا اليوم بالمجتمع العربي إحنا بنأخذ بس الأشياء الأساسيات طبعا الحكي مش للكل أنا عم بحكي عن القسم الأكبر إنه إحنا بنأخذ الأشياء الأساسية مثلا عندنا الترفيه إحنا ممكن إنه يكون الأرقيلة ممكن يكون إنه أنا بطلع على الشارع بقعد على الشارع أو بقعد بجنيني أو المكسيموم إنه أنا بطلع على شي فندق أول إشيء أنا بدور عليه مثلا البركي أنا بدي أسبح أو أقعد حد البركي هذا بالنسبة إلي هذا نفوت كنان على أنماط معينة في الترفيه وأيضا رؤيتنا كمجتمع لكل موضوع الترفيه في نظريتين مختلفات تماما ولكن جذليات وبخلف علينا كثير ناس إحنا كمجتمع النظرية الأولى بتقول أنه منستثمر كثير من مصارينا منطقاتنا ومن جهودنا في كل ما يتعلق في الترفيه وما منستثمر في أشياء ربما أكثر مهمة والشق الآخر بيقول أنه لا إحنا جماعة ما فيش عندنا استثمار بالترفيه إحنا كل إشي منفكره أنه ترفيه هذا مش ترفيه أصلا سؤال مني أنا كنت بدي أترك لموضوع الميزانيات والدفع والمصاري وكل هذا الموضوع إحنا لازم نعرف أنه الترفيه هو إشي مستهلك يعني أنه أنا بدي أخذ هذا الترفيه بس أنا بدي أعطيه بدي أدفع على هذا أنه الطرفي الثاني يستفيد مني يعني على سبيل المثال إذا اليوم مؤسسي أو حكومي أو بلد اللي هي بدها تعطي الشعب تبعها محل الترفيه مثلا حديقة عامي بره البلد أو المؤسسة بدها تبني هاي الحديقة بس هي مش عم تستثمر هناك مصاري حتى تربح هي بس عم تعطي الناس لحتى يطلعوا لهناك ينبسطوا ويكيفوا ويرجعوا بس لشخصهم لنفسهم هذا البسط والكيف تبعهم فممكن إحنا أنه يكون فيه هون علاقة بين الأشياء الثنين صح أنا مش عم باخذ مصاري أو مش عم بستثمر مصاري في هذا المحل بس أنا عم بستثمر في التنمية البشرية تبعة المجتمع تبعي والإشي اللي غير محسوس غير محسوس بس فيه له كمان قيمي يعني اليوم أنا بتذكر كثير بلدان عربية بسنين الستينات والسبعنات كان فيها مثلا سينما مثلا بلدي أنا لمغارر كان فيها سينما بسنة الستين والسبعين كمان هنا الناصري كان فيه ثقافي كان فيه معرفي لهذه الأمور أنه أنا بدي أروح صح بدي أنا بسيط بس كمان بنفس الوقت بدي أزيد ثقافتي بدي أزيد معلوماتي هذه تنمية بشرية اكتساب وتطوير هناك اكتساب يعني هذا إشي كثير قوي فاليوم إحنا شوي عم نبعد عن هذا الأمور يعني أغلب الناس اليوم عادة بالمجتمع العربي عم نحاول إن إحنا ندفع مصاري ندفع أموال لحتى نأخذ الإشي الترفيهي البسيط يعني ممكن عيلة اليوم بتفضل إنها تأخذ ولادها على مجمع تجاري اللي احنا نسميه كينيون يعني إنهم يدفعوا سبعين شكل أو ثمانين شكل أو مئة وخمسين شكل على بيتزا أو على وجبة ويظلوا مروحين على البيت يجعني بالشوفينج والمشتريات اللي بتقول حسب الشوفينج بحكي على الإشي الأساسي فإذا أنا أخذتهم على مجمع تجاري وأكلنا وقعدنا هناك وروحنا صح إنه هذا ترفيهي بس أنا ما زد ثقافتي هون أنا ضليتني في الأشياء الأساسية والبسيطة أنا رجعت مع سفر غذاء روحي لحالي وكشخص اللي بهمه يكون كمان ربما من خلال الترفيه يستفيد أمور معينة جانر ونمط كثير مهم في الترفيه الحالي هاتا أو لهاب هو مسألة التكنولوجيا وقديش إحنا منلتهي بالتكنولوجيا ومنصرف على التكنولوجيا وبالتحديد في فترة من هذا النوع اللي فيه تنافسي كتير عالي بين الشركات التقنية والشركات المصنعة للأجهزة اللي أو حيية أو للتلفونات بشكل عام كان في عنا إطلاق الجهاز الجديد لشركة أبل مؤخرا الأسبوع الماضي صحيح وهذا الأسبوع شو هذا الأسبوع الليلة نزل آي او اس 12 نظام تشغيل جديد لشركة أبل صدقت أمير عمليا مبارح كان بشكل رسمي أعلن شركة أبل عن إصدار نسخة أو إصدار رقم 12 لآي او اس لأجهزة أبل يعني الآيفون والأجهزة اللوحية مثل التابلت وغيره الإصدار هات عمليين هو فيه أكتر تحديثات من 2010 لليوم جمع كل التحديثات اللي تفيد المستهلك بأفضل طريقة وأهم ميزتين حسب رأيي فيما لان ميزات ولكن أهم ميزتين هنا السكرين تايم والفيستايم فيستايم موجود من زمن ولكن الميز الإضافي اللي صارت بالإصدار 12 اللي عمله مبارح تمت لكم مبارح نقدر نعمل محادث ضمن 32 شخص محادثة فيديو فأنتوا تخيلوا اليوم شو التسهيل يعني ممكن نربط مع الجوهر لحكايا كنان ممكن نعمل اليوم مثلا محاضرة نحكي عن ثقافة الترفيه نحكي معا كمان 32 شخص يكون فيه مثلا محاضر اللي بيمسك زمام الأمور والناس تسمع وممكن تساهم وتشارك لأنه احنا منشوفهم ومنسمعهم بالقسم كمان وبصورتهم فعمليا هاد التحديث كتير كتير مفيد من دون ما ننزل تطبيق موجود في الجهاز في الأجهزة الأبل بس نعمل التحديث التحديث الثاني اللي هو عمليا مثل ما حكينا الفيس تايم وحكينا كمان سكرين تايم سكرين تايم باختصار كل جهاز اليوم بنزل إصدار 12 آخر نهار رح يفرجيك شو أنت مدة قضاءك على كل البرامج أو مدة تصفح لاستخدام الفيسبوك مواقع ترسل وهذا بيبين كأشعار منفصل حتى يعني مستقل في الآيفون نفسه صحي زي بعطيك شعار صغير آخر نهار خلص النهار 14 ساعة اليوم أنت خمس ساعة كنت بالفيسبوك ثلاث ساعة باليوتيوب الآخري بالقائمة الرسائل وهيك عمليا نوع من التحسين حسب الرأي عظيم جدا أكثر إشي شددت عليه أبل في إطلاق نظام التشغيل الجديد وأنه تخافوا الجماعة مش كيف كل مرة بتجددوا نظام تشغيل رح يصير التلفون أبطأ هاي المرة هالمرة بدنا نكون أسرق صح لأنه خافوا يعني كان في عندهم مشاكل قضائي في هذا الموضوع بالوقت اللي طلعت فيه أبل جهازها أو أجهزتها جديدة بالأساس الآيفون كان فيه تويتس كثير مثير للاهتمام من شركة هواوي واللي حكت إنه شكرا إنكم خلطونا ربما المسيطرين على السوق المتميزين بشكل أكبر هواوي كان فيه إلى تصريح وأعلنت فيه عن بيع 54 مليون جهاز مليون جهاز هواوي خلال ست أشهر عم نحكي على المؤتمر اللي كان في جينيف الأسبوع اللي مضى 11 شهر يوم ثلاثة عملاق الأجهزة الصينية يعني مش في سامسونج يابون عمليا صرحوا إنه كيف مثل ما حكيت 54 مليون جهاز ولكن الإضافة هنا كل شخص طلع من المؤتمر أعطوه سلة فواكي شوف أنت كيف أنت اللغة التسويق حطوا فيها عمليا فواكي مشكلة هناك وكتبوا مع عدد تفاح وكتبوا هناك متأسفين ما فيش عنها تفاح طبعا القذب التفاح شكة أبل جميل جدا بس إكلت تنويه والإشارة إنه المعطيات وأنا هيك شوي شفت كمان على تويتر منها عم تحكي على إحصاء أو يعني فحص معين اللي تم بشهر يوليو يوليو يعني تقريبا مش شهر منيح لأبل لأنه هذا قبل بثلاثة شهر من إطلاق هواتفها جديدة ففيه جدلية وإشكالية وإحنا عم نشوفها حاليا على الشاشة انتزوتنا فيها كمان هاي الربع الأول صحيح وممكن يكون فيه تغيير بهذه النسب حسب رأيي بعد إصدار الأجهزة اللي تم تزارها الأسبوع اللي مضى شهر عشر رح تصل للشرق الأوسط وهذا اللي أنا بالفعل قصدت وإنه ممكن هاي الأمور طبعا دائما في تغييرات الأمور اللي حكينا عليها أنا وإهاب عم نحكي على شركات عم تستثمر مبالغ مهولة بالضبط يعني ملايين الدولارات من أجل الاستثمار مضاعفتها ربما ورفع أيضا أسعار الأسهم دبعتها في البورسة وما إلى ذلك هات نحكي عن الأنظمة والسلطات والأنظمة المجتمعية في مجتمعنا قد تستثمر قد للفرد بكل موضوع الترفي قبل ما نصل للأنظمة بدي شوي أخذ من كلمات إهاب بنسبة لكل هاي الأشياء اللي عم بحكيها والأرقام كمان هذا ترفيه كمان أنا بمسك الآيفون أو بمسك الآيباد وأنا بفوت هاي الأبليكيشن كلها هذا كمان ترفيه لإلي فاليوم الإشي كمان تقسم من ناحية أجيال ومن ناحية زمن يعني إذا إحنا بنا نأخذ الترفيه اللي كان زمانه غير اليوم يعني زمان كنا يمكن نطلع على الحارة نلعب شوي هذا بالنسبة لنا ترفيه اليوم الشيء تغير وكمان الأولاد عندنا اليوم يتغيروا والجيل يتغير يعني اليوم الأولاد الصغير إذا أنت مش معطيه آيفون أو آيباد أنت ماخذ منه نص حياته يعني هو بده هذا الترفيه تبعه الجيل الأعلى شوي الشبيبي إحنا بدنا أشياء ثاني والجيل الأكبر بده كمان أشياء ثاني فإحنا بدنا نعمل هون نظام أو ثقافي لكل الأجيال وكمان بلائم للزمن تبعنا اليوم وهذا الإشي مش موجود كثير منيح لنا بالمجتمع العربي للأسل فبالنسبة لسؤالك إسرد آجي للأنظمة وقد إحنا عم نستثمر أو قد إحنا عم ندفع علشان نوفر للشعب تبعنا هاي المحلات اللي فيها الترفيه اللي هو بشكل منيح أو شكل اللي هو كامل للأسف ما فيش عندنا كثير يعني إذا إحنا نأخذ كل القرى اليوم العربية الموجودة عندنا تقريبا ما فيش يعني المكسموم اللي إحنا عم نشوفه جنيني أو ممكن إن إحنا نشوف ماتناس أو ممكن إن إحنا نشوف مركز صغير بس إذا إحنا نأخذ مركز ثقافي مثلا إذا إحنا أنا بد أروح أسمع معزوفة موسيقى أو أمسي نادر ما إحنا نشوفه شفنا شو صار بإم الفحم قبل أكم يوم يعني كان فيه هناك عرض إذا أنا مش غلطان لفرقة سراج عملوا عليها مشكلة إنه هذا الإشي بناقض الدين وهذا ضد الدين بدناش نفوت لهذه المحلات أما إحنا شايفين إنه المجتمع العربي مش كثير عم بيستقبل أو بتقبل كل هاي الدفعات أو كل هاي المصاريف اللي إحنا بدنا نحطها على أشياء منيحة لترفيه أو تعرف كنان يمكن كمان المشكلة مش بعروض اللي ممكن بالفعل تكون في بلداتنا وقرانا العربية في الداخل المشكلة كمان في الاستمرارية يعني على سبيل المثال أنا بعرف كثير مدن وقرى في المجتمع العربي بالداخل في مراكز ثقافية في مراكز جماهية صحيحة ولكن المشكلة أنا بعتقد هي الاستمرارية يعني كيف اليوم أخلي كنان يعمل اشتراك سنوي ويجي عندي كل أسبوع أو كل أسبوعين مش بس استمرارية بدك ثقافي ثقافي ترفيه إحنا لازم لمن نأخذ الولد الصغير اليوم إذا أنا بأخذ الولد بسبحه بهالبركي وبروحه وبفكر إنه خلص هو ملك العالم بما إنه أنا بأخذه على أنطاليا بس بأخذش على الفندق اللي هو إحنا بنسميها كل كلول يعني كل شي شامل إنه أنا بأخذه بدل ما أخذه على على هكل كلول خليني أخذه على محل بعمله أنا مسار اللي يزور متحف يسمع موسيقى يحضر مصرحية اللي هي في أنطاليا أما أنا هون انطيته ثقافي انطيته معلومات جديدة اللي هو بيقدر يروح على نفس المحل أما يكتب أشياء ثانية بهذه النقطة بوافق مليون بالمية كنا لأنه كمان التجربة مختلفة تجربة ثقافية مختلفة إذا عم نحكي على البلد أوكي في عروض اللي ممكن نشوفها بمحلات وبأزمان مختلفة متوفرة إلنا أكثر بس بريطة البلاد دايما التجربة الثقافية والترفيهية مختلفة ولازم تكون نوعية لكن مصلحة المجتمع كله أكيد أكيد ممكن أوقات الأحوان محلي في البلاد بس تشوفوا مثلا في دولة تاني صح بتحس بشعور هناك بشعور أكثر بس داي أحكي كمان نقطة قصيرة قبل ما نخلص المشكلة العنف الموجودة اليوم بالواسطة العربي بكل المجتمع العربي هاي من قلة الثقافية اللي عنا بدك نتوسع فيها أكثر ممكن نتوسع فيها بس بعد حتلنات إيهاب منفح طيب إيهاب هي كم نتقل لها نقاط أخرى من عالم التكنولوجيا والتقنيات هالمرة تبعات وتداعيات المملكة المتحدة إنجلترا بريطانيا شو صاير معين الجماعة هناك تم تسجيل متين حالة طلاق بسبب لعبتين اللي هن صلها 14 شهر هدول للعاب تعمل نذكر أسمائهم فورتنايت وبوب جي نحك على اللعبة اللي بإختصار شديدة اللي مش عارف عن شوان بحكي هي خريطة كبيرة اللي بتجمع اللي بتخلي الشخص يفوت بأسمه بصوته وباخد شخصية معينة هي لعبة كتاليا طبعا ولكن الميزي هناك أنه أنت بتتواصل مع الأشخاص بصوتك فبتحس أنه أنت عمليين بتشوف الأشخاص بدور عليهم بالخريطة وكأنه أنت شايف الشخص اللي بتعرفه بالحياة العادية فكيف صارت حالة الطلاق عشان نربط طبعا عم تخد كتير وقت من الأزواج خصوصا الشاب يعني الناس عم تخد ساعة وشاتين وثلاثة عوامل جذب كثير كبيري ومستخدم صحيح واللعبة فعلا مش عام مبالغ اللعبة أنا حاولت أنزلها اللعبة بتشد بطريقة مخيفة يعني أنا مش عام بحفز الناس ولكن مبنية بطريقة اللي أنت بتتعلق بالأشخاص مش باللعبة فعملت مشاكل كبيرة نرجع لموضوع الثقافي اللي هي فيش ثقافي هنا شوف إنه هون ترفيه عن النقطة اللي لما الترفيه عم بفوت على الخط تبع العلاقات الاجتماعية الإنسانية المحسوسة صحيح أكثر ولكن فيش قيم يضافيه من هيك ألعاب يعني غيري الترفيه نرجع للموضوع التركيز الثقافي ففيش قيم يضافيه صحيح إيهاب أفضل التطبيقات في IOS IOS عنا في Single Origin إزمال خلطان اللي هي فن صناعة الكاهوة بيختصار شديد اليوم شو اللي بيميز في فن القهوة يكون ذاكي أو مش ذاكي أنا بقولك غير نوع القهوة طبعا لا لا أنا بقولك شو إذا كان بفقرة قهوتنا غير أو ما كانش بفقرة قهوتنا غير صح بالضبط هاي بسبب الرئيسي هاي السبب الثاني إذا عمليا النسبة بين المي والقهوة هاي بيختصار شديد إذا المي زالت أكثر من اللازم بتبطلت ذاكي القهوة والزالت القهوة بتصير كتير قوية أكثر من اللازم صحي هاد التطبيق بإختصار بأعطيك النسبة اللي أنت عمليا كل مرة بأعطيك عمليا النسب معينة وبأعطيك قسم للفنجان اللي عملته فأنت تتذكر مثلا هاي القهوة كانت كتير ذاكية بتعطيها قسم فكل مرة فيش حاجة تتذكر أكام مرة حطيت كم معلاء أو شو هي النسبة ترجع بتشوف أنه أكثر قهوة زاكية أكلتها أشربتها بهاي النسبة جميل جدا انتقال سريع لأندرويد أندرويد أندرويد تتذكرني بالتطبيق بس هوبر هوبر بالضبط التطبيق اللي هو مظبوط ترفيه ولكن هون فيه ميزة إضافية لما أنت اليوم لك تسافر تطلع السعر على المدينة واسمه البلد الإضافة هنا هو بيحكي لك وينت مناسب تسافر على هاي البلد وإذا نفكر مثلا مثلا من 11 إلى 10 وإن أقول لك تطلعش مثلا على البراج لماذا؟ أنه براج مثلا فيها يوم مهرجان كذا كذا فيطلع مثلا من 11 إلى 15 جميل هذا جميل ومفيد بعضيك معلومات يعني متقافة الشائب هناك كمان جميل جدا خلينا أنتقل لكنان كنان العنف بلشنا نحكي عن العنف وعلاقته ربما المباشرة بمجتمعنا وفي موضوع فقدان وغياب الترفيه أكيد طلع كل مجتمع اليوم إذا أنت فيش عندك إشي ترفيهي بره أنك أنت تطلع كمان تنبسط وكمان تكتب معلومات أو تزيد ثقافتك أنت بدك تروح بطريق ثاني هاي الطريق الثاني ممكن تكون طريقة ممكن قراءة كتب بالبيت ممكن مطالعة بالبيت ممكن أي فعالية تعملها بالبيت وممكن كمان عندك طريق السهل اللي هو العنف العنف على كل أشكال وأنا عم بحكي ممكن عنف بالشبكات الاجتماعية أنك أنت قاعد ما فيش عندك لا شغلي والعملي ماسك هالفيسبوك وانتقاد بهالناس وانتقاد بهالناس وكلمات جارحة وكل هاي الأمور ممكن إنها تكون ممكن أنك أنت تطلع على الشارع ويصير معك أشياء اللي هي بتتطرق للعنف فالعنف بالمجتمع العربي أنا حسب رأيي هاي الخطوة الأولى لحتى إحنا نمنع العنف أو نمحى من شوارعنا إنه يكون عندنا الترفيه اللي هو ثقافي ومنيح وممكن إنه نكتب معلومات ونطور يعني التنمية البشرية تبعتنا أنه أنا أطور الإنسان اللي فيه لحتى أتعامل مع أشياء اللي هي منيحة وأقعد عن الأطف كنان بنصف دقيقة هيك الحديث شوي مع إهاب وعاني لنقطة كثير مهمة قداش إحنا اليوم مستهلكين ومش منتجين لثقافة الترفيه إحنا إلنا سنين نسمعها غير الأرقيل أما فيه اليوم فيه اليوم قسم من المجتمع العربي عن جد عم بطلع بتعلم بتثقف وبتقدم أما للأسف إنه هذا العرب بس يطلع لبرة بيكون ناجح ومنيح بس ترشع على البلد برجع ابن البلد عقلية البلد عقلية القرى عقلية العرب فهي اللي إحنا لازم نشتغل عليه شكرا جزيلا كنان عساقلي وإيهاب بطو على هاي الفقرة الرائعة بالفعل ما بين التكنولوجيا وثقافة الترفيه عالمين بتقطعوا بكثير من الخطوط وبتأمل حوالنا شوي نجمع هنا هناك بنات هناما الآن فانتقال سريع إلى الفقرة المحببة على كثيرين من متابعين ومتابعاتنا أيضا عين الكاميرا ومعارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كالعادي الدمج بين الألوان الصور الجميلة والموسيقى الرائعة وهيكا بيعطينا شوي التقاط على الصبح اذا صور من قرية معار كانت في فقرة عين الكاميرا كما عودناكم دائما اما الآن فانتقال ل موضوع آخر والحديث عن مؤتمر السلام الدولي بالتعاون بين مؤسسات ايطالية وايضا بلدية الطيب لنحكي عنه أكثر ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي في هذه الأثناء لبروفيسور فؤاد عودي مؤسس الحركة الدولية المشتركة بين الثقافات يسعد صباحك بروفيسور أهلا وسائل السلام عليكم وعليكم السلام اذا يعني هكا كيف مقر هنا وكيف ما وضح لنا انه في اجتماعات مكثفة بينك وبين ايضا الجهات المعنية والمختصة لانعقاد والعقد هذا المؤتمر يا ريت تحدثنا عنه شوي المؤتمر مهم بالنسبة الهداف اللي احنا بنينيها من جماعة من عدة سنوات عشان العلاقة بين ايطاليا والكرة والبلديات عنا وبدأنا في مع باكة الغربية ومع الطيبة ومع عدة كرة وبلديات الآن مع الطيبة السن اللي فاتت صارت توقمة مع بلدية تشيرفيتري بالكرب من روما واجه رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور على ايطاليا وصوينا مؤتمر كبير هنا والصحف الايطالية والتلفزيون تابعوا لانه كتير مهم بالنسبة للحوار بين الاديان والحوار بين الدول المجاوري وبالنسبة لمجال الصحة ومجال الهجرة ومجال التعليم ومجال السبورت ومجال الثقافات انا هسا موجود في مؤتمر في هاي الدقائق مع المدير المحافظة اللاتيو في استحها والمدير العام اللي هم اجوا عنا على الكدس واعطوا يعني كل الجدل عشان نعلم وقرأ للطباء اللي في الكدس والممرضين للإسعاف وعملنا عدة نشاطات في هذا المجال عشان هيك انا اشكر المحامي شعاع منصور وجميع رؤساء البلدية رئيس بلدية الطريقة وان شاء الله هذا المؤتمر نعمله بشهر 12 بعد الانتخابات لانه احنا حابين انه تخلص فوجة الانتخابات ويغضو كل الرؤساء يعني بعد الانتخابات ونقدر ندعي ندعي الكل نعم تحدثت أستاذ فؤاد عن التشبيك ربما وتطرق لمجالات عدي في هاي المؤتمر وفي هاي التجربة ايضا حدثنا عن مدى أهمية التشبيك بين اصحاب هاي المجالات في البلاد واصحاب هاي المجالات في دولي كإيطاليا نقل الخبرات ربما بينهم في كل هاي المجالات المختلفة أولا بالنسبة للطب أنا دكتور وبعلم في الجامعة روما سبيا وابنساعد كثير الطلاب اللي عنا طلاب الداخل وفي مجال الصحة أجا وفدة من باكة الغربية مع الرئيس بلدية باكة الغربية المحامة مرسي ووفدة أطباء من باكة الغربية ولتكوا مع المدير العام اللي أنا هات سمعه في المؤتمر اليوم وصار نقاش كوي بالنسبة للتبديل يعني التعارف أزيد والتبادل بين الخبرات في نفس الوقت أجا مدير العام عنا على الكودس وعلى باكة وعجل جولي وولتكى مع عديد من الأطباء هاي بمجال الصحة وبيقدر نعمل كورسات في واب يعني في إنترنت وإحنا من هنا من إيطاليا اتصال مباشر معهم في المستشفيات أو في العيادات في مجال الثاني مجال التعليم الطلاب اليوم يوميا بيتصلوا فيه عشان المساعدات عشان الامتحان صار سعب كتير طلابنا صار يأكل على إيطاليا من ناحية صعوبة الامتحان ومن ناحية صعوبة الحياة الاقتصادية هنا صارت غالية في إيطاليا نحل المشاكل بالنسبة للتعليم عظيم في نفس الإشي مجال سبورت نعمل طوامة مع فرق كرة القدم الإيطالية والكرة القدم عنا في الداخل وفي نفس الإشي بالنسبة للهجرة ونعرف الأهم إشي بالنسبة إن الحديث بين الأديان بين المسيحيين والمسلمين واليهود والدروز وكل الأديان اللي عنا لأننا عملنا مبادرة في 11-9 سنة 2016 و2017 المسيحيين في المسجد والمسلمين في الكنيسة لأن الدين هو أهم الحديث بين الأديان ليس الحرب على الأديان جميل جدا بالفعل وهذه صورة رائعة لمبادرات من هذا النوع ربما تعطي وجه آخر بالتحديد لما نحكي عن أيضا التشبيك بين شعوب في قواسم مشتركة ربما بينها نحكي عن الشعب فلسطيني والشعب التلياني يعني شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط مباركة إذن هذه المبادرة وأشكر البروفيسور فؤاد عودي على هذه المداخلة عبر الخط الهاتفي ومن هذا العالم إلى عالم الفنون ومن بابه الواسع نتحدث عن المهرجان الدولي لفن النحط على الخشب في قرية المغار الجليلية وبهذا الموضوع ورحب بضيوفنا الكرام الفنان أمل سرحان والفنان أيضا نبيل عساق ليسعد صباحكم إذن في البداية الحديث هو عن مهرجان دولي مش مهرجان محلي اللي فيه تقريبا خمستاشر فنان وخمس منهم من خارج عفوا عشر فنانين خمس منهم من خارج البلاد تبادل خبرات ربما عرض لأعمال فنية مختلفة ومتنوعة بدي أبلش معكو في الحديث عن انخراطكو بكل موضوع النحط والنحط على الخشب على وجه التحديد فضل في البداية أنا كفنان يعني الفنان بخلق عنده موهب بيه ببلش فيه من هو صغير نعم أنا بلشت نحط على الحشب والحجر بس كانت بداية أكثر شيء على الحشب لشغلات صغيرة اللي كنت أطلع على الوعر أجيب شقف خشب وبلش أنحط عليها بس ما كانش عندي الخبرة ما كنش متعلم يعني كان صف سادس أو سابع بلشت بهالشغلات نعم بلشت بأدوات كثير بسيطة اللي هي سكين ومرات منشار وفيك شغلات صغيرة أما لديش منتشر هذا الفن في مجتمعنا العربي في مجتمعنا آخر آخر سنين بلشت نش رجانات بس قبل ما كانش كثير معروف فيه الناس ما كانش تعرفه يعني مع أنه كثير فن عريق وقديم مثل نحت الخشب نحت الحجر رسم كل عالم فيه الحياة اليومية يعني من طريق النقش عفوا النحت على الخشب وهيك ما أجمل الأعمال اللي جي قلنا إياها وزينتوا الاستوديو بالفعل في أعمال بالفعل رائعة يعطيكو ألف عافظ نبيل كذلك الأعمال وحب أسمع عن تجربتك مع هذا الفن وهذا العالم أيضا أكيد كيف ذكر الأخ أمل التجربة كانت من الصغر ممكن في مراحلة معينة أنا كنت بريد عن الفن ممكن أكثر في عالم الشغل ولكن في مرحلة معينة في حياتي رجعت للفن لدراسة الفن دراسة الفن في كلية التلحاي ومن هناك في الشمال في الشمال ومن هناك انطلاقة أكثر انطلاقة لوزارة التربية والتعليم أنا بعلم كمدرس للفن اليوم في مدرسة الأمل التربية الخاصة في عبلين بدارة السيدي أمل طه مدرسة كوفرماندا الأخوي بدارة السيدي نسرين بوشناق وأنا من هناك انطلاقة برضو للفن أكثر صار فيني تجاربي أكثر مشاركاتي أكثر بالفعل مع الفنانين من هناك كانت انطلاقة أكبر من عشر سنوات لهذا الحد جميل اليوم عم تشتغله عشان يكون أكثر هذا الفن ونمط الفن هذا ربما معروف أكثر ومكشوف للمجتمع بالفعل في المغارفة يعني بتحديد لما عم نحكي عن مؤتمر أو مهرجان من هذا النوع إذا منلاحظ بالفعل في المغارفة نهضة فنية جميلة جدا وقوية في السنوات الخمسة أو الأخيرة بالفعل ملاحظة مشاركة قسم كبير من الفنانين داخل البلاد وخارجها وهذا الإشي عم يزيد بالفعل من القدرات عم يزيد من وجود الفن وتأثير الفن عنا في البلد بالفعل جميل وهذا بيخلي بالتالي كمان أجيال أخرى تيكشف على الموضوع ويكون في عندنا الجرأة تنفذ إذا فيه إشي براسها صحيح هذا هو كان السبب اللي شجعنا أن يعمل مهرجانات فنية عنا بتعرف كيف المهرجان بأخذ وقت سبوع كامل فنانين بيصلوا لعنا بأخذوا الكتلة أو جذع الشجرة ببلش يشتغلوا عليه من أول يوم يعني المشاهد بيشوف الشغلات مسار تحضير على مراحل يعني بقدر يزورنا كل يوم يشوف كل يوم شي جديد تجدد حتى بيتعلم حتى اللي بيزورنا هو بيتعلم يعني الفكرة جدا جذابة جدا رائعة ربما كمان للناس اللي بيشتغلوا بامتهنوا هذا المجال وهذا الفن وكمان أيضا للمشاهد كيفما وصفت لنا أمل يعني أهمية مهرجان من هذا النوع اللي عم بيجمع طاقات اللي هي محلية وفنانين محليين وطاقات وفنانين أيضا عالميين أو من دول مختلفة مش من البلاد صحيح هذا كمان بفرجي إنه عنا بالجليل فيه فيه سلام يعني إحنا نحب نستقبل الناس بريطة لبلاد ونطيهم نطيهم صورة ثانية عن كيف هني مفكرين لأنه أنا بشتري كثير بمفرجنات خارج لبلاد وهني عندهم يعني إذا مفكروا عنا حروبات أفكار مسبقة بالضب أفكار مسبقة إنه عنا كثير مشاكل بيك شغلة بس هاي منصة يعني إنه فرج العالم إنه عنا أشياء غير وكثير منيحة وفي مستوى مش أقل من بره هذا هم شي يعني طبعا الوضع في الجليل ربما مختلف عن الجنوب مختلف عن مناطق أخرى ومحلات اللي عم بعيش فيها شعبنا كوارث إنسانية واحتلال أيضا نبيل في المقابل إليك شخص اليوم يمتن هذا المجال ولا أبيدرس هذا المجال كمان أديش اليوم مهم إليك تشوف تجارب ناس آخرين في هذا الفن تشبك معهن تتواصل معهن ربما التنسيق لأعمال مستقبلية أكيد وجود شخصيات وفنانين من خارج بلاد وجود حضارة جديدة تعرف حضارات جديدة تعرف على تقافي جديدة أنماط نمط جديد ستايل جديد عالم جديد تقافي جديد وكذا رح يرد علينا مردود إحنا كفنانين محليين وكفنانين برضو أنه هذا الإشي نخضه برضو لمجتمعنا لبيوتنا لمدرسنا للعائلات تلاقي الرؤية مختلفة بين الفنان المحلي والفنان العالمي إذا نتطلع على أوروبا أوروبا اليوم أم الفن وعلى مدى التاريخي كانت أم الفن صح أننا محلاتنا موجودة كفنانين عرب حتى في أوروبا ولكن نتطلع على تاريخ أوروبا اليوم اللي بيحكي أوروبا بيحكيها الفن أكثر بمجلد تاريخ أوروبا والفن وجود فنانين أوروبيين معنا رح يطينا كتير قوة ورح يطينا التاريخ ورح يطينا معلومات جديدة وثقافاتي جديدة وأكيد الأشياء سيكون قوي جدا جميل جدا تحدثت كمان عن ناحة جذع الشجرة ربما وهي المراحل اللي ممكن المشاهد أو المشارك في المهن أجاني يشوفها بمراحلها ومسارها على اختلافه هل فيه كونسبت معين أو مضمون معين موضوع معين وعنوان أيضا رح يتبنى المهرجان ولا رح تكون في أعمال حرة نحن يشوفين هنا كثير أمور يمكن فيه أكثر في عالم الحيوانات وعلوم الأحياء فيه نمط معين في هذه المهرجان خاصة الموضوع هو حر أول مهرجان بنعمله دولي في الجليل لأساس أنت حرية الفنان يعبر عنه عن حاله عن ستايل تاعه أساس قررنا أن يكون الموضوع حر وما يكون فيه تقيدات من ناحية الفن ناحية الفنان يعني لا يتقيد في موضوع ولا شي هو يطرح موضوعه وبس أخذنا شغلي فيه في المهرجان هذا أنا أبدأ أذكر شغلي عن إذنك فضل طبعا أنه المهرجان هذا منظم في طريقة ثانية الطريقة مثل كيف في مهرجانات أوروبية لمثار الممولين للمهرجان هوني مش بس أنها طبعا المجلس المحلي والمتناس ومنجد تركه جميعيات فيه وفي عنا كمان أنا قدرت أقنع رؤساء شركات أو محلات دكاكين أو محلات سياحية اللي يقدمونا دعم للمهرجان جميل كمية معينة لمصاري وبالمقابل هوني صاحب بنتونا دعم بس بالمقابل هوني كمان بأخذوا التمثال لإلهم يعني كل راعي هو راعي لفنان المهرجان هاي الألية يمكن أمل متبعة في كثير محلات في العالم ويمكن متبعة يعني والله اتفاق منيح بين الممول اللي عم بيعتي المصاري وبين الفنان في نهاية الأمر بعد ما العمل يتم عرضه وما إلى ذلك صحيح وبتلاقي فيه تجاوب كثير كبير من الجهات المختصة على سبيل المثال واللي بتقدر بالفعل تتمول إذنتات أو مناسبات من هذا النوع هو مش هوين يعني صاحب صاحب شركة يجي يمول يعني صاحب كثير تقنية بس لما شافوا الأعمال ومسبقة تبعية الفنانين يعني هون كثير حبوها وحب يكون أنه عندهم في محل مثل في بيت العيسك أو في الدكان أو في المصلحة تبعية نعم جميل جداً راح نحكي في النهاية أكثر عن تفاصيل حول المهرجان بس معنا به الأكثر بدي أفوت كمان ربما في التحديات الموجودة أمام الفنان لبنحط على الخشب والفنين تشكليين بشكل عام في البلاد في ممارسة العمال في امتهان العمل كمهن اللي بتفوت له مدخول كمان آخر الشهر وما إلى ذلك شو أبرز التحديات هاي؟ أكيد الفنان المحلي فيندو صعوبات جداً لأنه إذا من اطلع الفن عنا في بلادنا بدرش يعيش فنان مع بيته وإذا عنده أسرة صحيح لأنه فيش بيع لأعمالنا الفنية الفنان العربي أو الفنان المحلي قادر على الانتاج ولكن فيش السوق اللي سمحنا بيع منتوجاتنا أو حتى إذا بيع تيمكن بتكون بأسعار جداً متدنية طب لأنه فيش للسوق اللي هو بيعطيك المجال وبيعطيك الأسعار اللي هي بالفعل بيتفمل لأعمالك ولتعبك وللمواد التي تستعملها وللوقت اللي بيتقدمه عشان هيك إذا نتطلع قلب الفنانين المحليين هوني عندهم مهنة والفن برضو في استفادي منه ولكن مش الأولى للأسف 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 شكرا نتطلع حالنا إذا وجدنا في محلات أخرى وجهة النظر مش كتير مفيدة إذا كنا موجودين هون يمكن لازم ندور كيف ممكن نستغل المنابر الموجودة مفيدة بس إذا إحنا قرر يصرنا برا هذا أيضا خيار لكتير من الفنانين وممتهني هذا المجال لازم نحكي عن التفاصيل زمان ما كان إحنا معرف بالمغار ولكن بدنا تفاصيل كمان أكثر إذا فيه مناسبات معينة في هالمهرجان اللي بتحبوا تدعو الناس إلا هو ما إلا ذلك أكيد دائما إحنا عنا إحنا عنا مرحلة الزيت والزاتون إحنا أخذنا المهرجان في هاي الفترة لأنه فينا زوار كثير لأنه معروف المغار البلد للزيت والزاتون وفي كثير إجر بتجاه المغار وزوار من الخارج اللي بيحبوا هذا الموسم القطيف هذا وقف الزتون أغز كل الإشي اللي صار أنه عساسي يكون المهرجان في هاي المرحلة وهمية المرحلة يكون في زوار عنا كثير بالفعل جميل أمل زمان مكان وين بالمغار بالضبط إذا فيه توقيت معين المهرجان ببلش يوم الأحد 23-9 الأسبوع كامل الأسبوع المقبل الأحد الأسبوع المقبل إلى 30-9 هاي الفترة كمان فيها عند اليهود في عيد العرش وكثير فيه سوا بدون يكون بالشمال أساس برضو عملناها في نفس الفترة مع الزيت والزاتون المهرجان الزيت والزاتون وهذا إشي بس بيضيف يعني كثير يعني بيجي بزوار كثير على البلد اللي بيشوفهم بيخلق على المكان يعني إشي أساسي كمان تنشيط السياحة الداخلية وجلب واستقدام الزوار أيضا لبلداتنا وقراننا العربية نبيل كمان كلمة أخيرة إحنا شايفين في المهرجان نجاح بالفعل للمغار خالف أنني من الخارج بالفلكان هو الأساس تعرف على كيف ذكرت على ثقافة جديدة أنا بتأمل الإشي يكون ناجح أكيد المغار بلد اليوم كثير عم بتشجع الفان حتى من الإدارة في المغار والجهة التعليمية المدارس والأهالي إن شاء الله يكون المهرجان الناجح والإشي مستمر من سنة لسنة ويكون بيأتي ثمر على الجميع شكرا جزيلا آه خضر في هاي الفرصة أنا بدي أوجه تحية للمشاهدين اللي ييجوا وزوروا المهرجان لأنه هذا مش كل يوم بيصير في البلاد كمان لولاده الكبار هذا كثير مفيد إلهم وفي نفس الفرصة بدي أتشك الراعيين ممكن أذكر الراعيين اللي هوني ساعد انتغريتي شركة ستيل لمطورات الحطب جاين بعير موجود عندنا في البلاد بيست سنتر السوبر ماركت كبير وكمان رابطة إبداع كمان هي رائي للرابطة إبداع هي لفنانين التشكيليين العرب في البلاد شكرا شكرا جزيلا أمل سرحان ونبيل عصاق اللي بالفعل على هاي النافذة وهي الأجواء أكضا في الستوديو اللي سوتونا إياها في الأعمال نحتي والفنية على الخشب ويسعد صباحك وبالتوفيق طبعا بالمهرجان شكرا شكرا زوروا المغار وزوروا كل مناطق الجليلة الجميل وبالتحديد في هاي الفقرة وفي هاي الطقس شوي الحمك بلاش يروح فنرفع أكثر نطلع من بيوتنا ونتجول في مناطق مختلفة من بلادنا الجميلة خلونا نروح حاليا لفاصل قصير عن جديد صباح الخير لجميع اللي انضمونا في هذه اللحظات لمتابعة هذا المشوار الصباحي لهذا النهار من صباحنا غير مع مختلف المضامين المحطات والفقرات المتنوعة وأيضا منذكر بإمكانيات الدخول لمنصاتنا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك يوتيوب تويتر وأيضا تطبيقاتنا في أندرويد وآي أو اس بالإضافة لموقعنا لهو العنوان أيضا للبث المباشر وجميع الفقارات موسا وشانل دوت كوم أما الآن فننتقل للعالم آخر عالم المواهب والطاقات والتنمية البشرية ربما أكثر والتعامل مع هذا الموضوع الشهر المقبل أكتوبر وثشرين أول القادم إحنا رح نكون على موعد في مدينة شفا عمر مع مؤتمر مميز جدا وهو مؤتمر الموهبة والإبداع عند الطلاب وأساليب تنمية هل نحكي أكثر عن هذا الحدث وعن هذه المناسبة برحب بضيوفنا الكرام في الستوديو هذا الصباح أمال خازم أبو العلا مدربة تنمية بشرية ومستشارة أسرية يسعد الصباح الله يسعدك وأيضا مرحب بمجدي والتد مدير مركز المتخصص مركز متخصص بتنمية القدرات والقيادة التربوية يسعدها الصباح بما أنه أنا وياك أكتري فما نبالش مع النساء كالعادي سيد أمال إذن عم نحكي عن مهرجان بالفعل متميز ربما بفكرته رح يقام الشهر القادم في مدينة شفا عمر الجليلية نحكي شوي عن المؤتمر بشكل عادي نعم أولا الله يصبحكم بالخير مؤتمرنا رح يكون إن شاء الله متميز كيف ذكرت بالتاريخ بالموعد المحدد اخترنا العنوان مش عن عباث طبعا فيه إلنا أهداف من وراء هذا العنوان اللي هني هدفين حسب رأيي الهدف الأول أنه إحنا تعني نقول أنه تعني طلع شوي من هيك جو السلبية وجو العنف وجو أنه إحنا كمجتمع عربي جدا عندنا كبت وعندنا إحباط وعندنا بهذه الفترة اللي عم منمر فيها جميعا شوي من الضغوطات والعصبية كل هاي الكلمات تعني نطلع من هذا الجو ونفت على الجو أحلى اللي هو جو في عنا مواهب في عنا إبداعات إحنا كيف نستثمر هاي المواهب وهاي الإبداعات وكيف ننميها عند الأشخاص اليوم إحنا بالمؤتمر مش رح نحكي عن الموهبين نفسه هدول مش تخصصنا إنه إحنا نحكي عن الموهبين وكيف نكمل المحل لا إحنا منحكي عن كل إنسان عنده القدرة على الإبداع والتميز وأنا بفكر أصلا إنه كل بني آدمه موهوب متاج بتعلق كيف إحنا منطور هاي القدرات اللي عمنا صح يعني كمؤسسات كيف ننمي هاي الشخصيات اللي موجودة عندنا أنا بس هيك نقطة ما منحكي عن الطلاب فقط ممكن أنا أكوني بعمر معين وأنا أكتشف موهبتي أو حدا يكتشف الإبداع اللي موجود عندي من خلال كل إحنا ما منحكي عن إشي مخصص منحكي عن كل أنواع الإبداعات هاتن خليها عن طلاب المعرفة لا تنمية القدرات والتقاطب والمواهب رح نحكي ستأمال أيضا عن البرنامج ومحطات وفقرات مختلفة رح تكون في هذا المؤتمر خلينا أنت إلى مجدي لما عم نحكي عن مضامين من هذا النوع عن أي جمهور هدف ممكن يكون بالفعل مهم إلها تكون متواجدة وتأخذ كل هاي المهارات وتكتسبها لباقي مسيرة هالمنا طبعا بالنسبة لقصة موضوع الجمهور الهدف اللي ممكن يكون ملائم هي ممكن تكون أشخاص اللي هو بنفسهم أي شخص اللي بي مستعد وعنده جاهزية إنه بي يتقدم وبده يتعرف على إبداعاته ومواهبه مشان يقدر يتميز أو اللي هي طواقم تربوية اللي ممكن تكون اللي من خلالها تكتسب أدوات من خلالها اللي تضغر تعطي كمان للأشخاص اللي هم عم بيشتغلوا معهم فممكن يكونوا معلمين ممكن يكونوا مدراء يمكن يكونوا أشخاص بيشتغلوا في مجال التربية مش بالضرورة في إطار المدارس مع كل عالم العولمي وزمن العولمي عفوان وانفتاح ربما المنصات وطرق لنأخذ الأدوات هل في بعد اليوم ناس صعب توصل لهذه الأدوات صعب تأخذها صعب تستوعبها وتأخذها لمسيرها القصة هي مش إننا نأخذها اليوم كل إشي منفتح نحن في عالم زي ما ذكرت عالم عولمي اللي كل إشي موجود اليوم بضغطة زر أنا ممكن أشوف كل الشغلات لو نشتغل على تنمية مهارة ولا على إبداع ولا في التميز هي عملية سيرورة اللي أنا بدي مرفف فيها فبحاجة كمان للواحد يكون في مرافقة ليه لأنه مرات ممكن أنا أجرب شغلي معيني تزبط معي أو إذا ما زبطتش معي أول مرة ثانية مرة أقول أوكي خلاص مش بحاجة لأي لها وارجع للمكان اللي أنا موجود فيه فهون هي عملية ممارسة وعملية استمارية فالمؤتمر هو جاي يعطي الفكرة التعنكل أو الانطلاقة الأولى لأنه من خلال المؤتمر ما بتقدر أنت تعطي أشياء على كل الطريق والأشياء الموجودة هي نقطة اللي تعطي لوين الاتجاه اللي ممكن يكون وبعدها طبعا فيه تخطيط أنه يكون فيه برامج اللي هي مكملة اللي من خلالها يكون فيه تذويت لهذه المهارات والإمكانيين اللي يقدروا تقدر لوين موجود جميل جميل جدا ست أمال لما عم نحكي عن مؤتمر بالشكل عام بمجتمعنا العربي بتروح الفكرة لأنه عم نحكي عن منصة فيه متحدثين وفيه ناس اللي أعدى على الكراسي جاي تسمع خطابات معينة تشارك إذا فيه مشاركي وهذا هو أنا بعرف ومن أحاديثنا الشخصية أنه البرنامج مختلف البرنامج كمان عم بيقدم ورشات وطريقة مغايرة ومختلفة لأصحاب القدرات والمواهب أيضا يريد تطلعين على هالمحطات الموجودة في المؤتمر حلو السؤال رح يكون الإشي مختلف لأنه بمؤتمرنا رح يكون ورشات عمل وهذا اللي رح يميزه عن باقي المؤتمرات إحنا زي ما تفضلت حضرتك مش بس نيجي نقعد نسمع وخلاص روحنا إحنا بنفس اليوم رح ننسى شو من الأشخاص اللي قدموا ويمكن نأخذ معلومة جدا بسيطة ولكن لما هاي إشي كمان نفسي لما أنا أشارك كأهل كمدير كمرب أي مشارك معنا لما هو يكون يعني فعال في المؤتمر يحس حاله إنه إله أهميته يكون فيه تقسيم لمجموعات كل مجموعة مع محاضر اللي من خلال هاي المجموعة كل محاضر رح يفعل المشاركين في ورشة عمل يحكوا يعبروا عن حالهم يكتشفوا كتير أشياء بشخصياتهم هي المشاركة بحذاتها ربما إشي كتير بعطي نفسي حلوي وإنه أنا أجيت وشراكت واستفدت مش مجرد شخص جالس على كرسي وخلاص لا أنا أجيت وشراكت وعطيت رأيي وعطيت أنه أنا كيف أطور ذاتي كيف أخذ بعض الأشياء اللي ممكن بيني وبين المحاضر فهذه الأشياء رح تكون ميزة من خلال المؤتمر جميل جميل جدا بالفعل رح نتابع طبعا كل الأمور اللي رح تحيط في هذا الحدث مجد بدي أسألك سؤال يمكن ما إلو علاقة بالحدث كحدث ولكن إلى جانب ذلك كثير مهم نطرحوا على طاولتنا وبالتح إذا طاولة هيك صباحية منبلش فيها نهارنا أديش اليوم إحنا كمجتمع ببعاد عن أنه نثقف كل شاب وكل صبي وكل إنسان بشكل عام مش مهم أديش عمره أنه يستغل طاقاته بشكل يومي يستغل طاقاته الموجودة عنده في كل المجالات يعني لما تحدثنا مع سيد الأمال هذا مش بس للطلاب هاي لكل حدا بالفعل عنده قدرات معينة أديش إحنا كمجتمع إبعاد عن هاي الثقافة على مستوى أهيل على مستوى مؤسسات تربوية إحنا اليوم تعاني نقول هيك في تغيير عم بيمر في مجتمعنا فالأجيال الجديدة تعاني نقول الصائدي عم بيحصل عن تغيير ووعي أكثر وإدراك إنه إحنا بحاجة لهذا الشي لأنه فيه انكشاف إحنا زي ما ذكرنا في البداية فيه انكشاف لها العالم بالأشياء وبيقدر الواحد يوصل لشغلات كثيرة وطب ليش هو مش أنا ولكن الإشي اللي ناقص هو قصة إنه مين يوجه أو وين يعني اللي ينقص لعنا في مجتمعنا إنه نتوجه لأشخاص المختصين في هذه المجالات من أجل إنه نقدر يوصل إشي اللي بده إياه يعني ممكن الواحد يكون بدراسة ذاتية كان يكتاب أو يشوف اليوتيوب ولكن هذا الشيء غير كافي فإحنا من ناحة البعد فيه بعد معين ولكن فيه انفتاح أكبر الإشي اللي ناقص إنه كيف نعمل الإشيء ويمكن كمان ما بعرف إذا بتوافقوني ولكن كمان ناقص إنه نلائم هذه المضامين اللي منشوفها عبر الميديا الاجتماعية أو وسائل الإعلام الحديثة نلائمها يعني اللي بزبط بأمريكا مش مفروض يزبط بفلسطين اللي بزبط بأوروبا مش مفروض يزبط بفلسطين أو بأردن أو بلبنان أو بسوريا أكيد بهذا الموضوع إذا خدتنا الحديث أكيد اللي أنت اللي بتحكي ولكن الأداة هي أداة الإشي اللي المتغير هي ملائمة المواقف اللي هي موجودة فهذا الملائمي هي الأساس اللي بتعمل التغيير في هذا الشيء فكإنسان اللي هو بيكون مختص اللي في عنده معرفة في إيش بدور في المجتمع إيش بدور في اللي حواليه اللغة اللي بيستعملوها يعني الشباب اليوم اللغة اللي بيستعملوها غير بتستعملها للأشخاص الكبار الولادة الصغار بيستعملوا لغة مختلفة فأنا مهم جداً تكون عندي المهارة كمان كيف أتعامل معهم وأجيب لهم الأمثلة اللي على الآداء اللي هي أو المهارة اللي هي قريبة لعالمهم فأنا إذا مجيب لهم أي شيء من عالمهم فأنا بقدر أني أجيبهم للمكان اللي جميل أنا بدي أحكي أنه اليوم عالم التنمية البشرية عالم جداً أصبح منفتح وموجودة عند الكل وموجودة حسب التواصل الاجتماع وكل هاي الأمور وإحنا كمدربين موجودة كتير واليوم الناس عم بتقول شو أنتوا مدربين تنمية البشرية أنا بقول اليوم لأني أخذت على العاطق أني أكون مدربة تنمية البشرية تعالوا نشوف شو عم نعمل أحداث حلوة أو نقليات نوعية في مجتمعنا أنه لما نعمل مؤتمر عن هالشكل هذا لا يقتصر فقط على التنمية البشرية إحنا بنحكي على تنمية ذات تنمية شخصية تنمية قدرات فهذا يعني بدوم كتير تعني أقول قدرات أنا اليوم كمدربة ما بأخذ الإشي على العاطق تعال أنا مدربة وبيدي أعمل إشي لحالي أنا يعني من خلال المؤتمر ورح تشوفوا عدد الشخصيات فاعلة بالمجتمع شخصيات تربوية اجتماعية اللي هن بشتغلوا بنفس المضمين وأكتر كمان رح يكونوا فاعلين وموجودين معنا بهذا اليوم إذا بدي أكون صوت الشارع هون بالفعل حول كل ما يدور في مجال التنمية البشرية وتنمية المواهب والطاقات أيضا المحلية على وجه الخصوص آه في فترة معينة شفنا مدربين ومحاضرين أيضا اللي بيجوا وبيعطوا طلاب المدارس اللي بعدا مش طالعين على العالم لو سيع المهنة أو الأكاديمي وبيعطوا أمثلة من ثقافات مختلفة تماما أو عالم الخيار والتحديد فالشارع يمكن لازم يخاص صح بالزبط عشان هيك إحنا تعني نقول بدنا نعمل توازن شو هو مدرب التنمية البشرية وشو تطلعاته وشو رسالته لأقدام هل أجي أعطي محاضرة وأروع على البيت وخلاص ولا أنا إلي رسالة قوية إنه أنا كإنسان اليوم عايش بمجتمع لابد إنه أساهم في توعية وفي تصليح ولو الشيء البسيط في أنت كمان إضافة بالنسبة لهذا الموضوع طبعا بما أنك تترقت لموضوع التدريب والتنمية من الأشخاص بلا شك إنه اليوم صار في صوت الشارع اللي يسمع بمثل هذا المكان ولكن مهم جدا ننتبه مع مين الشخص اللي بدي يكون لأنه مش أي شخص ملائم إنه يكون في مجال التدريب وأنا بركز على مجال التدريب أكثر من مجال التنمية بشرية لأنه التدريب إذا أنا إنسان اليوم بدي أشغل مع إنسان هي مش من محاضرة اللي من خلالها أنا يعني ممكن أحضر محاضرة حتى زي ما بحضر فيلم اللي ممكن أنا أبسط فيه أنا أبسط فيه لفترة معين وبعد أطلع بلا ولا إش ولا إش بالضبط فالإش اللي هون هو عملية سيرورة وهذا الإش جدا مهم إنه يذوت إذ سيرورة هي اللي بتعمل عملية التغيير عند الشخص لأنه إنسان اللي متعود مثلا كمثال إنه يكون متأخر من النوم إنه مشان يكون مبكير ما بيمنه بيوم واحد وخلاص الحلة موجودة عنده فهو بحاجة إنه يتني استمرارية حتى اللي بدي يتدرب حتى مشان يكون يتقدم بحياته وكمان نقطة مهمة جدا اليوم قصة موضوع النجاح وموضوع اللي صار عادي فكل إنسان بإمكانه ينجح الإش اللي بفرق اليوم هو الإنسان يتميز كيف الإنسان يتميز بإنه يتعرف على مهاراته والقدرات اللي موجودة عنده فلما بيتعرف على القدرات اللي موجودة عنده لأنه مختلف كل إنسان مختلف عن الثاني صحيح جدا وهون أنا كمان بدي أشد على نقطة وكمان كثير مهمة المشاهدين يسمعوا هاي النقطة في ما يتعلق في النجاح بشكل عام يعني العالم الرأسمالي بشكل عام والعولم الجديد فوضت مفهوم النجاح على مستوى المنافسي أنت لازم دائما تكون الأول طب هون فيش إشي اسمه أول في لك كل واحد بصمي وميزي بالزبت مختلف صح هاي النقطة كثير مهمة ليش؟ تعالي نقول في كتير معلمين ولكن في المعلم المبدع المتميز في كتير أطباء ولكن في المتميز هاي اللي إحنا بدنا إياه بمجتمعنا ما بدنا الكثرة ما بدنا الكيف الكام ولكن بدنا الكيف بدنا الشخصية اللي عن جد هي مبدعة وتأثر في مجتمعها يمكن مش طبيب يمكن مش محامة يمكن مش إعلامة يمكن معلم بسيط يمكن صاحب حرفة يتميز ويبدع وقول آه كيف هذا هيك أتميز كيف هذا أبدع هذا لأنه إليه آليات هاي هو الإبداع اللي إحنا اليوم في مؤتمرنا حاطين رسالتنا فيه إنه إحنا كل واحد منا من مهنته اللي هو فيها اللي بيحبها ومخلص إليها يبدع في هذا المجال اللي هو موجود فيه لهيك أخ أمير من خلال برامجنا اللي إحنا بنقدمها من خلال مركزنا قيم للتميز الأشياء اللي نشطر عليها هي إنه بالضبط النقطة اللي أنت حكيت عليها أنا بذوت عند الطلاب وعند الأشخاص اللي بيشاركوا في برامجنا إنه تقدمك هو مقابل نفسك وليس مقابل الآخرين لأنه لما أنت بتعمل منافسة والمقارنة مع الآخرين أنت من البداية حطيت حالك بمكان خاطئ أنا ما بقدر أني أعمل مقارنة بين تفاح وموزي ومتدني أصلاً يعني يريد خاطئ بالمفهوم الإيجابي لا لا خاطئ أنه متدني أنت أقل من كله لازم تثبت أنك أنت أعلى منه بالضبط فمن قال إنه كلياتنا زي بعضنا رب العالمين يعني لحكم ربانية خلق كل إنسان فيه له بصمة خاصة من كل العالم هذه البصمة الخاصة ليه لأنه مش نتميزه فالإشي الوحيد اللي بحاجة له إنه نشتغل كيف نوصل لهذه البصمة شو الإشي اللي بميزني مشان نقدر أبدأ فيه جميل جداً لما بنحكي عن النجاح فيه عناصر مختلفة لإحنا مفروض نتعامل معها نتوجه إلها إذا فيه تدريب مفروض يكون إلها كمان وإذا فيك معلومات معينة مفروض نستهدفهم فيها ولما عم نحكي عن مهرجان الموهبة والإبداعزة أمال عم نحكي عن شرائح مجتمعية مختلفة في كيف ما أنت تحدثت والأهل ربما قد يكونوا حجر أساس في هذا الموضوع وفي هذا الشأن أديش الليوم في مضامين هذا المؤتمر رح يكون في استهداف للأهل بشكل إيجابي طبعاً إحنا الأهل ومنحط تحتيها كثير شحطات حمر لأنه الأهل هن مدير المدرسة أهل الإعلامي أهل المدرسة ما هي أهل يعني الأم والأبو هن كمان هن عاملين فكثير من صلة الضوء على الأهل إحنا منحكي الأسرة هي الأساس لما إحنا كأهل كأم كأب منبدأ في التغيير فالمجتمع كله رح يتغير عشان هيك مهم كثير حضور الأهل الأهل أنا يقين كان بأي مهنة معينة سواء الأم اللي فقط قاعدة ببيتها سواء الأم كمان أمه مدرسة أمه طبيبة أمه محامية كل هاي الشرائح إحنا بدنا إياها تكون موجودة في هذا اليوم ويمكن كمان الأهل مش بس داعم لابنهن أو بنتهن في المجتمع وإنما أيضا الأهل هو هيك بمفهوم إحنا نقول الظهر أكثر السند أو السند فعلاً وكمان الحامي من المجتمع لما يكون المجتمع خطر على الشخص على الشاب أو الصبي شو العناصر الأخرى اللي كمان مفروضة تكون غير الأهل ربما مرتبطة بشكل كثير كبير فيما يتعلق بالموهبة والإبداع كامر الأهل هم أساس موجهين ولكن الطرف الآخر هو الأشخاص اللي هم مختصين وأنا برجع كما مرة ممكن تذكرت الإشي أكثر من مرة ولكن الأشخاص اللي مختصين فاليوم من أجل أني أنا أتقدم يعني اليوم إحنا حتى لو نروح على دكتور في عندي سمح الله مرض في الجلد فأنا أفضل نروح أن دكتور مختص في الجلد ليس دكتور عام لماذا؟ لأنه مختص في هذا المكان فمهم جداً أن نوجه الأولاد للأماكن اللي بيكون فيها أشخاص مختصين في المجالات المختلفة فإذا الولد بحب أشياء اللي هي علمية فأنا أوجهه في الأشياء العلمية وتابعه يعني ممكن أن نأخذه مع شخص اللي يكون معاه مختص اليوم كامل مش بو كيف عم بيشتغل مش بالضرورة فقط أنه بس أنه يسمع أو يشوف في التلفزيون لأنه الممارسة والرؤية للأمور هي مختلفة فهيك إحنا ممكن كمان نكتشف أولادنا يكتشف الأشياء المهمة لهم يعني اليوم بالإنكشاف الكبير موجود عنده أولادنا اليوم أنا كأب ابني لما بروح بشاف شغلة جديدة دغري بدوئياتها والله أنا شافت كذا وكذا ليه لأنه شاف أصحابه بدوئياتها ولكن لما باجي بحكي معاه وبسأله كم من سؤال بلاقي أنه فقط لأنه أصحابه موجودين فلما بيظهر هذا الحديث هذا الضغط المجتمعي معروضة علم الإجتماع وعلم النفس فأنا لما بسأله أعدت أسئلة ولاقي أنه بمرحلة معين ما عنده جواب لهذا الشغلة فهو بنفسه بصير يفكر أوكي هل إشي ملائم لإلي ولا فقط مشان الآخرين حتى لو بيعلنش ربما هذا الأمر لأهله في النهاية ما قبل هذا المؤتمر القادم في مدينة شفو عمر في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم إذن كلمة أخيرة ودعوتك للمشاهدة إحنا دايماً منشوف أنه في مرات مكاتيبة بتصلنا على البيت ممنوع استحاب الأطفال صح؟ فهذه بحسة أنه منقلل من شيء إحنا منقول يسمح استحاب الأطفال إذا أنت بدك تجيب ابنك عشان تورجيه قدش أنا مهتم فيك وقدش الموضوع بخصة قدش أنا بحب تكون عندك صاحب موهبة ومبدع وكذا أنت ابني موهوب ومبدع وأنا إما كمان اللي جايبتك معاي أنا كمان موهوبة ومبدعة إنعلي ثقف التوقعات تبعتنا مش عيب ومش غلط إذا جيبنا أولادنا خلينا يشاركوا بهيك مؤتمرات أو أيام دراسية أنا اليوم بحكي للكل من منبركو هنا اللي هو عن جد كل الشكر لكم والإحترام المهتمين بهذا الموضوع إحنا مندعي الكل أنه يشارك معنا بهذا اليوم النجاح مش إلي لحالي كأمانو إحنا بعدنا منحكي عن النجاح لا النجاح إنه إحنا كأول إشي كمبادرة فردية من أمال خازم ومركزها مركز أراكي مبادرة فردية قدش أنا بحب إنه يكون مجتمعي أهل بلدي بلاد أخرى إنها تشارك معنا بهذا اليوم لأنه كمان مرة مش بس نجاح لإليه نجاح لمجتمعنا العربي إنه إحنا عم نعمل وعم نتقدم وعم عنا أمور جدا توعاوية وثقافية ومنحب كل مجتمعنا إنه يبدأ يغير في أسلوب تفكيره وهاي الأمور كلياته عظيم جدا شكرا أمال خازم أبو العلا وأيضا شكرا مجدي وتدعلى هاي النافذي وهاي الإضاءة بالفعل على هذا الحدث اللي بينتظرنا بمدينة شفا عمر الشهر أو بداية الشهر المقبل أما الآن فننتقل إلى قصة نجاح وقصة أمل أيضا كالعادي عودتنا الزميلة نرهان أبو ربيع تقديم قصة مختلفة دائما حول قصة أمل واليوم الحديث عن إنه الحياة حلوة رغم مرض السكري خلينا نشوفها أنا محمد إبراهيم بحاش أمري تسع سنوات كان عندي شكري قبل أربع سنوات شكري أطفال عندي أخي وأخوات اثنين أخوة وأخيات أنا بحب ألعب سلة لش بتحب هذول هوايتين؟ لأنه بحركوا الجسم كثير يعني بحركوا الإيدين والجريان وبسباحة يعني بتخليني يبقى عندي نفسة شكري محمد من البداية هو جدع ذكي ما شاء الله يعني ذكاء من ربنا الحمد لله حتى لو منكابل السكر يعني إنه الولد فسح وعنده بلقط بسرعة وبيحفظ بسرعة ومستعد يقعد مع ناس وإله شخصية موسيقى 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 كانت الدكتورة تشرح لها أنا بكات مقام وفهمت كل شيء وفهمت يعني يعني عرفات وصورة تساني أتعلمت أنا ويا من أول درجة أعساس أنه أنا ويا نستمر بالحياة بساطة ما نستصعبش أعرف أني أدشره يوم من الأيام يروح نصاحبه وينزل يطلع في المدرسة مثلاً تدريب سال تدريب دورة أو أي إشي فأنا مش طول الوقت أضل معاه في حياته اليومية لمحمد يعني هل محمد بتلقى عناية معينة أو مساعدة معينة يعني هل بحاجة لحد يظله مراكبه 24 ساعة إنه بده عناية وبده مراكبة هو بده بس بنفس الوقت هو بيعرف بعتمد على نفسه بكل إشي بالمضخة، بالفحصات، بيعرف الأكل بيعرف يحسب كدش نشويات وسكريات في الوجبة لازم أفحص إذا بحش حالي واطئ أو آلي وإذا ولا واط ولا عالي برضو بفحص بشأن أعرف إذا عندي إشياء وإذا عندي واطئة يعني بشرب تروبيت أو عصير وإذا عندي عالي بحط أنسل يمطور موسيقى 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 أعطوه يتخذ قرارات بكل الأشياء بأي أشياء مين ثلاثة بس أكبر حلماً أصبح مهندس لأنه أنا بحب المهندس وصار لي وأنا صغيرة أفتر فيه وجعب لي أهندسة بيوت ودور وجعب لي أعمل كان عمراء وقداش بتشوف أنه من خلال مهاريا شون الشيء اللي بتستصعبها إنه تنا أرمح تندب المشئفة مشانه ما فيش كلبس تنا تندب بواكف وبحطها يعني إذا بتضرب بواكف الدريب وبحطها وإذا بتصابك بواكف وبحطها يعني بزيك نعيش يعني بس الجهاز نفسه بدايكك أما أنت بدايككش ولا إشي تاني تدايكش أنك أنت بتفحص عشر مرات منهار أو بتخذ إبرة أنسولين يعني أنت بنسبة لك هات كل إشي عادي عادي شكراً لك إذن قصة أمل وتجربة شخصية مثيرة للاهتمام بالفعل نشكر الزميلة نرهان أبو ربيع على هذه الإضاءة والإضاءات الدائمة على الأمل في مجتمعنا العرب الفلسطيني في الداخل ومن الإنجاز الفردي إلى الإنجاز الجمعي والجماعي وبالتحديد إلى مدرسة خديجة الثانوية والحديث عن التفوق العلمي والثقافي أيضاً لهذه المدرسة ولأطلاب في هذه المدرسة للحديث عن هذا الموضوع أكثر نرحب في الستوديو بالدكتور ياسين كناعني أستاذ العلوم ومركز الأبحاث في المدرسة يسعد صباحك أيضاً برحب بحنين علي محاجني طالبة في المدرسة وعدن أشرف إغباري أيضاً يسعد صباحكم كيف حالكم؟ مبروك أول إشي كل الإنجازات اللي عندكم رح نحكي عنها بالتفصيل حالياً بس خلونا نبلش مع الأستاذ ياسين كناعني لما نحكي عن جائزة مثل جائزة أولمبياد البيولوجيا القطرية كمدرسة متميزة في مجال الأبحاث العلمية شو المجهودة اللي اليوم أنتوا بتسويله لتوصلوا لإنجازات جمعية من هذا النوع؟ السلام عليكم وعليكم السلام المدرسة أخذت الثاني جائزة التميز موزات معارف المرتبة الأولى ذلك ثمر لعدة إنجازات حقيقتها مدرسة منها الزيادة في تحصيل نسبة البيقروت إلى 60% بشكل عام وزيادة في تحصيل نسبة البيقروت النوعي للصف العلمي بنسبة 96% كذلك فتح المجالات العلمية المتعددة مستوى خمس وحدات مثل برمجة الحاسوب، علوم الكيمياء، البيولوجيا، علوم البيئة، علم المعلومات، وعلم النفس ومواضيع أخرى في المدرسة المدرسة تعمل على تقوية الفرع العلمي وذلك من خلال عدة نشاطات تقوم فيها مدرسة خلال السنة الدراسية وإثبات على ذلك أن المدرسة السنة حصلت على جازة أولمبياد المرتبة الثانية والأولمبياد البيولوجيا اللي فيها حوالي 2600 طالب اشتركوا من إسرائيل بشكل عام، عرب ويهود ودمهم طلاب مدرسة خديجي وطلاب مدرسة خديجي أربع طالبات ارتقين إلى المرتبة الثانية في هذا الإشياء وهذا حاله حد ذاته إنجاز رائع للمدرسي والمعلومات المدرسية والطالبات المدرسية جميل، يعني إلى جانب الإنجازات العلمية وتحصيل العلمي وهل أدي بفهم يعني يمكن هذه الرغبة في تقوية الشق العلمي في المدرسي حتى بمستوى خمس وحدات أيضا هناك جانب ربما تربوي وعن نحكي عن جائزة التفوق اللي أخدتوها أيضا على أساس نسبة الالتزام منع التسرب، الالتزام الذاتي لصالح المجتمع المحلي وما إلى ذلك أديش تشتغلوا أيضا على هذا الشق الاجتماعي المدرسة بتعمل جهود كبيرة جدا في الجانب الاجتماعي والتربوي فتراقب وتتابع يوميا الطالبات من أجل المنع التسرب كذلك تعمل على دمج الطالبات في الشرائع المختلفة في المجتمع ضمن مشروع الالتزام الذاتي ضمن مشروع الالتزام الذاتي للطالبات يعمل في قبات خليم، صندوق المرضى، في بيت المسنين كذلك المدرسة لها جانب جيد في موضوع البيئة فالمدرسة حصلت على جائزة المدرسة الخضراء كمدرسة متميزة، مموزات معارف في هذا الموضوع وأخذت المرتبة الأولى في هذا الموضوع فهناك نشطة عديدة منها أيضا الدخول في دورات تنمية بشرية للطالبات وكشف من محاضرات كعديدة في هذا الموضوع توجيه مهني للطالبات وعساساً إن طالبات تطلعين صالحات للمجتمع يارفين شو بدين تعلمين بعد المدرسة الثانوية على أمل أيضاً يكون مش بس مراقبي لمنع التسرب أيضاً تحبيل بالمدرسة أكثر ومش رح يكون كمان في مراقبة بنت إلا حنين وعدن أيضاً في البداية يعني لابد أنه أسألكو هيك شعوركو مبدئياً في إنجازات من هذا أنه حنين كشعور هو شعور حلاو إنه بشكل عام النجاح وشعور النجاح حلو بعد تعب وبعد جهود تعبنا فيها المصابقة والحمد لله نلنا يعني على جائزة الجائزة حصلت عليها أنا وأخرى ثلاث طالبات من صفة حلو وكرمونا بالمدرسة المفتش بكة موجود وكرمنا بوجود المعلمين والمدير وأغلب الأهل اللي بقوا موجودين جميل عدن يعني حدثينا أكثر كمان عن المسابقة كيف تمت شو كان فيها المهام اللي كانوا فيها قديش كان المسار يمكن صعب أقل صعب هوياً أنا مشتركتش بالمسابقة حنين اللي اشتركت بشو اشتركت خرفين عن شو اشتركت أنا رئيسة مجلس الطالبات بالمدرسة هذا كمان هيك وظيفة مهمة يمكن لما عم نحكي عن مدرسة اللي هي متفوقة واللي عندها إنجازات كمان اجتماعية وكمان علمية قديش مهم لكم هذا الموضوع يكون في المدرسة هذا الربما التزاوج والاهتمام بالشقين هدول أكيد اشي كتير مميز أنه نحتم بعدة مجالات بالمدرسة غير المجال التعليمي كمان أنه بكون في قدرة للبنات أنه يبرزن حالاً بعدة مجالات المدرسة بس للبنات؟ اه اوكي فمن خلال هاي المجالات يعني إشي كتير حلو أن المدرسة تتميز بهيك أشياء وقدرة الطالبات على المشاركة وإبراز أنفسها في داخل مدرسة بس للبنات جميل جميل جداً بالفعل جميل يكون في هذا الاهتمام بالتحديد كمان من مجلس الطلاب وهو قسم فاعل في كل مدرسة هيك مفروض يكون على الأقل يعني مش شرط في كل مدرسة ولكن إذا بدي أرجع لدكتور يسين كناعني والحديث عن هاي الإنجازات المعايير اللي عم نحكي عليها للدخول في المسابقة وحصد الجائزة وعم نحكي عن مسابقة أو جائزة أولمبياد البيولوجيا القطرية الأولمبيادة نظم سنوياً تبيع عنه امتحان لطلاب المدرس عن طريق الحاسوب نعم السنة عنده 2600 طالب يتقدمون عن الامتحان منهم أربع طالبات من مدرس خديجي الأربع طالبات من مدرس خديجي ارتقان إلى المرتبة الثانية في المسابقة هاي هذا الإشي بدل على قوة لتعلم المادة في المدرس الخديجي على قوة تحليل للطالبات المقال العلمي وإنجاز مشرف حيث أنه 5% فقط من الطالبات في الدولة نجحهم في الارتقاء لهذا الإشي يعني هذا كثير شرف كبير للطالبات البيولوجيا لمعاملين البيولوجيا أن المدرسة حصلت هذا الإنجاز في هذا الموضوع دائما جميل يكون في طلاب موهوبين علميا هاتنقول وذوي تحصيل علمي عالي بس بالمقابل كمان بيكون فيه جهود من قبل المدرسة وإدارة المدرسة وأنت مركز الأبحاث في المدرسة المدرسة ما بتخلش بجهودها على الطلاب في البحث العلمي توفروا بيئة وتطور يعني ياسو رحب أحكي لك في عنا كل طالب لازم يعمل بحث علمي في موضوع البيئة أو البيولوجيا أو الكيميا قسم منهم دمنا وحدة تقييمة الداخلية المدرسة في عندها برضو مجال تعمل الأبحاث في مستوى خمس وحدات بدل المتحان بيقروت نحن مواضمين كلا سنوات كل سنة نقدم أربع أو خمس طالبات في البيولوجيا، في الكيميا، في البيئة، في العربي محل متحان بيقروت الآن الطالب الذي يقدم البحث في هذا المستوى يجب أن يعرف كيف يجمع المعلومات كيف يعمل المشاهدات، كيف يرتبهم كيف يعرض البحث سبعه فعنا في المدرسة نهاية كل السنة الطالبات يعملون ملخص البحث على شكل بوستر ويأتي لجنة من حكام المعلمين الزملاء ويقيموها على هذا الأشي هذا نفسه إعداد جيد للجامعة تحضير الطالبة للجامعة بشكل جيد وإنجاز منيح 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 للطالبات جميل جداً دعونا أنت المرة جديدة لحنين ويمكن لأنه عداً تلعت رئيسة مجلس الزهر في المدرسة ما حكينا شواء لتفاصيل المسابقة شو كانت، كيف نضم طولها وشو كانت المهام الموكة للكو وكيف كامل فعل في صعوبة أقل صعوبة؟ إحنا أوشي صفنا كله كدام بكى 25 بنت أو 26 المادة بكى تهي مادة البقروت الامتحان تقدمنا لها أساس بكى امتحان عادي كرنا له وتعبنا له وعنجد بذلنا جهود كأنه امتحان وبكى الامتحان عن طريق الإنترنت مجموعة من الأسئلة الأمريكية بس نخلص الامتحان نبعثه عن طريق الإنترنت المنظومي مخوض نبعثه عن طريق الإنترنت كالولنا أنه أربع طالبات من الصف اللي نجحان وبعدين تكنها المرحلة الثانية شو سنفتوا من هذا هاي الأولمبياد؟ أول إشي اللي ساعدتنا على المادة بكى فيها فترة صغيرة بينه وبانتحان البقروت يعني فهو كأنه طريقة إضافية لا تفوتوا المادة لاروسكو أكثر وتحفظوها بشكل أفضل يعني إشي هو بكى حلو لأنه المعلمة بكى تمعنا بكل إشي في مرافقة وهذا إشي مهم أو المعلمة بكى إلها جهود كبير بالنسبة لنا جميل والمرحلة الثانية بكى تحلنا مقال نفس المادة وبعدين ما تأهلناش عن المرحلة الأولى اللي هي اختاروا فيها عشرين طالب جميل جميل جدا طيب بعدين بننتقل إلى محور الثاني في كل مدرسة فيها تحصيل علمي كثير مهم كمان مثل ما حكينا قبل إنه يكون فيها مجلس طلاب وبهذه الحالة طالبات اللي كمان عنده فعاليات ونشاطات على مدار كل السنة الدراسية حكينا أكثر في المدرسة على شو بتشتغلوا على أي برامج على أي نشاطات للطالبات طبعا بالبداية حاولنا يعني أنه نسمع على الطالبات بحيث أنه كل واحد يمسؤولي عن صفها بتستشير الطالبات من حيث الطلبات اللي بطلبوها لأنه طبعا بكل مشروع من وجه صعوبي بتنفيذه بسبب أنه التمويل مش دي ما لازم بالمدرسة فكثير في مشاريع اللي كنا كثير حابين نسويها أنه بسبب هذا الموضوع للأسف ما عملنا هاش إلا أنه هاي كمان فرصة على الهواء مباشرة أنه تعيد النظر ربما في كل موضوع تمويل مجالس الطلاب إلا أنه بالرغم من هيك طبعا في كثير مشاريع اللي قائمة ومنشتغل عليها أعطيني هيك مثال حاليا كاعدم نبنى قاعة للرياضة للطالبات مشاريع كبيرة إن شاء الله رح نبلش نشتغل عليها إن شاء الله ونطور المدرسة لأنه في كثير نواقص فيها جميل 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 جدا تحب تعقب بس عشان أنا رحت لعندك على موضوع التمويل حبيت أقول لشغلي واحدة إنه قرض جانب آخر اللي نعلم في المدرسة مشان تقوية الفرور العلمية وزيارات الطالبات للمعاهد العليا إجراء التجارب فيها جميل زيارات طالبات للمصانع هايتك زي انتل زي شتراوس ومشان نقول واحد نشوف حال المستقبل وما نقول هيك موجود فهذه الزيارات تحبب الطلاب في الموضوع تكون عنده فكرة أحسن شوف يتعلم المستقبل وكيف يختار طريقه ويسهل عليه عملية الاختيار قديش تعرف يعني أستاذي هيك فيه يمكن المجال العلمي بحاجة الاستثمار حتى مادة أكبر يعني إذا عم نحكي على علوم كيميا فيزياء وبيولوجيا بحاجة لمختبرات وبحاجة لتقنيات كتير عالية اللي بتكلف المدارس والمؤسسات التربوية أموال ربما كمان عالي اللي هي مش دايما قدر على نفقتها هل بتواجهكوا صعوبات ربما في كل موضوع البنية التحتية اللي تتعلق بالمختبرات بدون شك صعوبات كبيرة في الموضوع نحن الميزانيات يجب رصد ميزانيات عالية لشان توفير الأجهزة اللازمة للعمل في المختبر عند المدرسي لأنه اليوم صارت التقنيات مفتوحة على الكل وكل اللي بيقدر بإمكانهم يشتر فيها ويضبط بس بدنا إيش ميزانيات عالية اللي هي تقدر مئات ألاف الشواكل صحي وهذا لي عقبي ولكن طالي الطلاب يتقدم لخلص وحدات موضوع علمي زي البلايولوجيا مثلا في بإمكانهم اليوم يروحوا على مختبرات زي مثلا مركز الأبحاث القريب من منطقتهم يشتروا هذا الشغل فيه أو قلية قريبة منهم هذا الشي يساعدنا على إنهم يجربوا حالهم بالتالي فتح أبواب ونوافذ بالفعل شكرا جزيلا لتواجدك عدن أشرف إغباري رئيس المجلسة الطلاب في مدرسة خديجة الثانوية والطالبة حنين علي محاجني وأيضا الأستاذ دكتور يسين كناعني مركز الأبحاث في المدرسة وأستاذ العلوم أيضا بالفعل يكون إنجاز مشاهدينا من هذا النوع بإلقي الضوء وبصالة الضوء على إنجازات تربوي وعلمي أيضا بتميزوا عفوا فيها طلابنا وطالباتنا في مجتمعنا العرب الفلسطيني في الداخل ومع هذا الوجه الجميل لمجتمعنا منكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من صباحنا غير منذكركم بإمكانية زيارة جميع منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا تطبيقاتنا في أندرويد وآي أو اس وموقعنا في الشبك المعلوماتي مساواتشانل دوت كوم نلقاكم في عدد آخر من صباحنا غير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر